بسم الله الرحمن الرحيم على ملعب الأهل والسلام في مواجهة صعبة مواجهة صعبة جدا لا تقبل القسم على اتنين مهما حصل مهما حصل ومهما كانت الأمور ومهما كانت الاحتفالات البعض ومهما كان الولايم اللي بتحصل ومهما كل ده بالنسبة لنا لا يمثل أي شيء أنا كل يهمني فريق النادي الأهلي مش أنا لوحدي أنا بتكلم على جمهور النادي الأهلي كل اللي يهمه فريق النادي الأهلي فقط ما عندناش أي حاجة تانية كل اللي احنا عايزينه نحنا نكسب بكرة بالنسبة لنا مباراة الزمالك انتهت بحلوها بمرها بإصاباتها بالكلام اللي حنقعد نتكلم فيه الفترة اللي جاي ولكن بكرة مباراة أنا عايز 11 اللي عيب يلعبه هتقول لي أصل معلول مصاب طبعا وحيفرقه كتير جدا وكل حاجة ولكن 11 اللي موجودين بيمثلوا النادي الأهلي أنا كل ثقة في مباراة بكرة وفي الكابتن سامي أمصان وفي الحداشر اللي حيلعبه والخمسة اللي حيتغيره أي حد أي حد أي حد حيل باستشارة الأهلي بكرة حتشوفه حيبقى عامل إزاي ما عرفش إحساس هو ده الناس كلها اتكلمت مع عدد كبير من اللاعبين اتكلمت مع عدد كبير من اللاعبين خلاص نقطة من أول السطر أنا مكنتش عايز أتكلم ومش حابب أن أنا أتكلم في اللي فات أنا كل همي اللي جاي كل همي ما هو قادم كل همي بكرة وبعد كده نبقى نخلينا في بعد بكرة بكرة مباراة صعبة انت بتلاقي فريق جيد بالمناسبة فريق جيد جدا عنده كابتن مصطفى عبدو مش كابتن مصطفى عبدو المجري لا كابتن مصطفى عبدو نجم المحلة أو المدير الفني الكبير للمحلة يعني فكابتن مصطفى عبدو من المديرين الفنيين اللي حافظين فريق المحلة اشتغل كتير في القسم الثاني جورديولا الغلابة زي ما بيقوله كابتن مصطفى عبدو فالله أنا عايز أقول لحضراتكم أنها مباراة صعبة وليست سهلة ولا مجال أنا بقوله لا مجال لفقد أي نقاط احنا بنعتبر أن احنا دخلنا في بداية مرحلة الجد والحسم لا شيء آخر حسم بطولة الدوري البطولة المفضلة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وحنتكلم عن كل هذه الأمور الحقيقة وعن الأمور الفنية تحديدا في الجزئين التاني والتالت في هذه الحلقة حنتكلم فيهم أكتر عن النواحي الفنية ولكن قبل ما أتكلم عن أي حاجة أعايز بس أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا استوقفتني مباراة عارفين أنا أتكلم على مين ولا لأ عارفين ولا لأ أي حد بيجبرني أن أنا أتكلم هتكلم يعني إيه؟ يعني لما يطلع كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ويقول أن نادي الزمالك استحق رقلة جزاء لصالح إمام عشور ما عنديش مشكلة أطلع أقول لأنت عايزه ما عنديش مشكلة ولكن أنا كمان عندي أو ما عنديش مفروض أن ما يبقاش عند حضرتك مشكلة أن أنا أطلع وعقب على هذا الكلام هو ليه كابتن عصام حضرتك ما بتتعلمش من الأخطاء هو ليه حضرتك بتعدل على الحكام على الحكم الأسباني اللي قدرق هذه المباراة بالنسبة لنا من ناحية الأداء هي أفضل مباراة حكمية للأهل أو للزمالك منذ بداية الموسم يعني وده شهادة الجميع استثناء واحد أو اثنين أما بقى لو حالك بتقول التصريح ده كنوع من أنواع المجاملة وأنا قلت الكلام دن بارح أنا قلت الكابتن عصام حيطلع يقول هذا الكلام حرفيا والله العظيم تلاتنا هي دراسة لتصريحات الكابتن عصام خلتنا أطلع أقول هذا الكلام مبارح إنه هو حيقول كده حيطلع يقول كده حيطلع يقول إن الزمالك لها هوراك للجزاء عشان إيه عشان يعلي التقم التحكيم بتاعه أو الحكام بتوعه ويوقع اللي حصل مبارح اللي أنتوا بتعملوا ده أنتوا عايزين تجيب حكام أجانب أديكه جبتوا حكام أجانب ولبسوكه في الحيط هو ده وجهة نظري أنا بتكلم عن وجهة نظري يعني هو الكابتن عصام بيقول إيه بيقول إن يا جماعة ما هو الناس دي بتغلط برضو بس لا بتغلطش حتى لو كانت بتغلط على اعتراف أو على اعتبار إن الناس دي بتغلط وده حقيقي كلنا معترفين بهذا الأمر ولكن هذا الرجل لا يعرف أبيض ولا أحمر ولا يعرف احتواء ولا يعرف روح بروتوكول بس هو لو حضرك عايز نتكلم مين له إيه ومين ملوش في إيه في المباراة أقول لحضرتك أنا أقول لحضرتك حالا حالا هو هدف أشرف بن شرقي الأول من المفترض اللا يحتسب لأن الكرة من البداية كانت فاول ولم يتم تثبيت كرة هذه الكرة قبل أن يتم لعبها يعني إيه وأنا مش هرجع في كلامي بالمناسبة وأقول إن الكرة دي المفروض ما تتحسبش جون لا كرة دي تحسب جون ولكن حضرتك اللي اضطرتني أقول هذا الكلام بالنسبة لي أنا ماتش وعدة ولكن هتطلع تقول مين ليه ومين ملوش تعال بقى حضرتك نقول مين ليه ومين ملوش مش لك كرة اللي داخل الجون أيوة هتلا لا لا رجع لي الحتة اللي فات دي معلش معلش رجع حالي رجع حالي دي مهمة جدا وحنربطها بإيه بقى حنربطها بإيه يا فندم على فكرة أهي كرة ماشي هي وبتجري صح كرة ماشي هي وبتجري صح زي الفل هتلي الكرة التانية يا ساميل لو سمحت الكرة التانية على طوله النبي علشان الكابتن عصام يطلع يقول لنا من له ومن مين اللي ليه ومن ملوش مين اللي ليه ومين اللي ملوش اهو ها سلام عليك يا سامرة سلام عليك ايه رأيك يا كابتن عصام ايه رأيك يا كابتن عصام حضرتك خسرت او طاقم التحكيم في هذه المباراة في مباراة البنك الاهلي اعتقد دي ولا كانت ايه البنك الاهلي خسر النادي الاهلي نقطة ايه على فكرة انا مش هعمل زيك مش هطلع اقول ان الكرة دي مش جون حضرتك اللي طلعت وكت بتدافع بس هو دايما الكزب ملوش رجلين يعني الكزب ملوش رجلين الكزب ملوش رجلين انت طلعت دفعت بمنتهى القوة ومنتهى الكلام الكبير قوي وروح البروتوكول وانتوا ما تفهموا احنا ما يا جماعة ده انا رجل محاضر دولي طبعا على دماغي من فوق ما عنديش اي مشكلة وانا رجل انا وعملته تمام زي الفول ربنا اديك يا كابتن عصام انت اجمد واحد في الدنيا وانا عمري ما بغلط في شخصك يعني ولكن هم مين اللي كان طلع يدفع عن حكم مباراة او طاقم التحكيم في مباراة البنك الاهلي في البنك الاهلي والاهلي اللي كان فيه كرة دي شبه الكرة بتاعت انبالة. هنا تحسنوا بمباراة او طاقم الت تحسبت وهنا ما تحسبتش. طب نعود تاني نتكلم في حاجات تانية ولا كفاية. كابتن عصام نفس اللعبة هنا هي نفس اللعبة هنا. حضرتك كنت موجود فينا يا كابتن ساعة مباراة البنك الاهلي والاهلي. والتي في تونس على ما اتذكر او حاجة كده. هو حضرتك لما بتحب تبقى فاضي بتبقى فاضي. لما بتبقى مشغول لا يا جماعة انا مشغول. كابتن عصام احنا ممكن انا ممكن اعود كده اسبوع قدام. لغاية يوم لغاية المتشوق يعني معرفش لغاية امتى. يعني هشوف بقى الاخطاء وخلي الناس تطلع لي. انا لا اتصيد مثل هذه الاخطاء. يا فندم انا كل اللي انا عايزه ان انا شوف تحكيم عادل. وتقول لي ليه الاهلي بيطلب حكام اجانب. هو الكابتن العصامة بيقولش كده على الملأ طبعا. يعني. لكن في الاجتماعات المغلقة وفي الاعدات اللي بينهم وبين بعض يقولك. يعني مش عارف ليه الاهلي بيطلب. ليه الاهلي بيطلب حكام اجانب. ليه? ايوة لانه تفكير حضرتك وبالتبعية طبعا. تقم الحكام اللي معاك اللي هم فوق دماغنا من فوق كلهم. اخواتنا واصدقائنا. ولكن انا بتكلم على بشكل فني اكتر في الملعب. كلهم بيبقوا اكيد ليهم نفس النهج. لان حضرتك رئيس لجنة الحكام. واسم كبير. وليك تاريخك الكبير. بحد الشيء يقدر ينكر هذا الكلام. وانا باحترم الكلام ده جدا. ولكن لما حضرتك تطلع تتكلم. اتكلم للاهلي زي ما بتتكلم للفرق التانية يا كابتن عصاب. انا عمري ما شفت حضرتك بتقول ان ممكن مرة مثلا في وسط سنة او في مرتين ان الاهلي له له حق في حاجة يعني. لكن لما يبقى الحد تاني انا مش بتكلم على عز مالك والله انا بتكلم بشكل عام. لو اي حد تاني هتطلع تقول ايه? انت يا كابتن بعد الماتش على طول ده انت بتستناش. اوكي انا ممكن كل يوم اجيب لحضرتك حاجة من هذا القبيل. واحط التصريحات بتاعت حضرتك. يا كابتن عصاب لو سمحت. لو سمحت. رابطة الاندية قالت لحضرتك لو سمحت. التزم الصمت. اعتقد اللي انا فهمه واللي انا عارفه ان هناك بعض اعضاء اتحاد كرة القدم. قالوا لحضرتك يا كابتن عصاب. انا مش هقول دلوقتي. بعدين. لكن انا بتكلم عن مصلحة التحكيم في مصر. مصلحة التحكيم في مصر ان يكون هناك حد يمسك التحكيم. خبير يمسك التحكيم. ليس له علاقة بالاحمر ولا بالابيض. ولا يعرف اللون ده. ولا يعرف اللون ده. ولا يعرف انه يخسرني دوري السنة اللي فاتت. وما زلت اكرر هذا الامر. نادي الاهلي خسر بفعل. مستوى الفني في اخر 7-8 مباراة والاجهاد وكذا وكذا وكذا. بنسبة 20-30 في المية والـ 60-70 في المية اللي بقين بسبب التحكيم. وكله عارف كده. وحتى الحكام عارف هذا الكلام. انا مش هعود اكرر هذا الكلام. فما فيش حد هيقبل ان يحدث هذا الامر الموسم الثاني على التوالي. عايزنا اخسر. اخسر فني في الملعب. اوكي. ما عنديش مشكلة. ساعتها انا بقى اطلع اقول اصلي فولا غلطان ويحتاج ان هو زي ما قولنا. وزي ما اتكلمنا مبارح. فنيا احنا بنعرف. بنعرف. ننقض لاعبينا. لان اللي بيننا وباللعبتنا كبير وكتير جدا. وعندنا شفافية ومصدقية. لعند الناس كلها ما بنقولش اي كلام وخلاص. فلما مبارح انتقادنا اللعبة. كل اللعبة عارفة كلام ده صح. خلي بالحضرتك. فاحنا يا فندم. لما باجي اتكلم. اولا بتكلم عن التحكيم ليه. عايز افهم. البعض قالك قبل المباراة اللي بتاعت الكابتر بريم نور الدين. اللي كان بيحكمها اخر مباراة الاهل. اصلي اسلام بيدغط. انا ولا باضغط ولا بعمل ولا بقول اي حاج. انا ولا باضغط ولا بقول اي حاج. انا كل اللي بقوله يا جماعة. عايزين منظومة عادلة. لو الاهل يتغلب. لو خسل الدوري ساعتها لقدر الله يعني. لو خسل الدوري الاهلي. حنقول ان احنا عندنا تحكيم عادل. ولكن انبرح لو لقدر الله في مباراة الزمالة كنا خسرنا بالكرة الاخيرة بتاعت امام. كان ايه اللي حصل. ولا حاجة. كنا هنطلع نقول حكم كويس والله وشكرا. واحنا عندنا اخطاء وكذا وكذا وكذا. ايه ايه. ليه يا كابتن عصام كل اللي حضرتك بتعمله ده. كأنك داخل. جمهور اهلي بيحبك بالمناسبة. بيحبك كشخص. ككابتن عصام عبد الفتاح. ولكن كأداء يا كابتن. لا الموضوع صعب قوي. صعب. صعب صعب يا كابتن عصام. تصرحتك فيها دايما تلمحات لتوجهات غريبة جدا. انا مش عايز اقول هذا الكلام. تلمحات غريبة جدا قد تصل الى. معرفش هل ده ممكن ولا لا. انت عايز تحرم الاهل من التوجب ببطولة الدورة للموسم التاني. انا بشوف ان التصريحات رايحة في هذا الاتجاه. الموسم حضرتك. والله نفسي حكم يجي يقولك ايه. عملنا حاجة. او حصل حاجة. فنطلع نسقف للتحكيم. ونقول لهم يا جماعة. بسم الله من شاء الله كابتن عصام اشتغل. والله العظيم تلاتة حقول هذا الكلام. هنقول عارف بقى حضرتك لو هي مش غلطة. مش غلطة متكررة. كل مباراة هي هي نفس الغلطة. وهي هي نفس الاخطاء. هنقول ايه. بتحصل وطبيعي ودي اخطاء التحكيم ودي جزء من اللعبة. كلام اللي حلو اللي بنقوله ده. فيش مشكلة. ماشي. وروح البروتوكول بقى حمدكالها. والاحتواء والحاجات اللطيفة الجميلة دي اللي عمرنا بسمعنا عنها في حياتنا يعني. بس ماشي. لانه. انا بشوف ان لا. الحكام عندنا على اعلى مستوى. والله العظيم بجده جماعنا. مش بقول اي كلام. عندنا حكام على اعلى مستوى. لكن متأثرين بشكل كبير جدا جدا. انا عايز الحكم ينزل يحكم. ولا يشوف احمر. ولا يشوف ابيض. ولا يشوف اصفر. ولا يشوف اخضر. لا. ينزل يحكم. اللي شايفه يعمله. يحسبه. الاهلي ليه لقل الجزاء احسب للاهلي. عليه لقل الجزاء احسب على الاهلي. طرد اطرد. معاه حقه مش حقه اطرد. لكن. واحد من الحكام. عشان برضو متبقاش كل حاجة سلبية. يعني كابت المحمود البارنا ده واحد من الحكام. انا بشوف في ان هو حكم جيد. انا ممكن انتقده على فكرة في مباراة بعد كده. اه. بس ما حدش يقول لس انت قلته ما. لا ممكن انتقده في مباراة بعد كده. ولكن. انا بشوف. قررته من دماغه. ما بيبقاش عايز. يعمل حاجة. وجهة نظري. اه. شوف انا بقول لحضرك على الهوى هو. ولا شو. ولا الحاجات. ولا تعليم. ولا كلام اللي احنا بنسمعه ده. كابتن عصام. بلاش تحط النار جنب البنزين. يعني مش كده. هل ظلم فريق كبير بحجم الاهلي. مريح لبعض. حضرتك لازم تحترم مشاعر ملايين من جماهير الاهلي. وعلى فكرة بقية الجماهير كمان. وجهة نظري ان انت كابتن عصام. ما ينفعش تطلع كل شوية تقول. اصل كذا. اصل كذا. اصل كذا. النهاردة حضرتك عملت محاضرة. لتحليل وتقييم اداء الحكام. وقلت ان المحاضرة دي. او قلت في المحاضرة يعني. ان اللجنة. لجنة الحكام. هتجهز فيديو مدته عشر دقايق. يتضمن شرح وتحليل بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. في المباريات الاخيرة. وحيتم معرضه على المنصات الالكترونية. لاتحاد كرة القاتل. والامر ده حيكون تقليدي وثابت. ونعمله كل ماتش. تحب تنعصام. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ده ماشي. يعني اعتقد ان ده شيء ايجابي. ولكن. افلح ان صدق. ليه بقى بقول افلح ان صدق. هو حضرتك. لما هتشرح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. ويجي حكم. في حالة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. ويكون غلط في قرار مؤثر. هو ده يا كابتن. لو قال. مش هيبقى اعتراف. من الحكم بالخطأ. وبالتالي. وفقا للوايح لجنة الحكام والدوري. في الموسم اللي احنا فيه ده. يتم اعادة المباراة طالما الحكم اعترف بالخطأ. وانت حضرتك شايف جدول الدوري يا دوب. لجنة المسابقات بتلحق تخلص عشان الموسم الجديد. مفيش مجال لاي مباراة نهاية تتعاد. بس السؤال الأهم بالنسبة لي. كابتن Señorسام هي حالات مثيرة للجدل. لانا اعرف ان بعد الفيديو اللي البلد من أن ت lo så freaking الشيء. هتمنع الحاجات دي بس هتخربلها بإيه. الحالات مثيرة للجدل من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر حضرتك؟ ولا من وجهة نظر الحكام؟ ولا من وجهة نظر الجمهور؟ ولا من وجهة نظر الاندية؟ من وجهة نظر مين؟ حالات مثيرة للجدل؟ وليها الاعلام؟ من وجهة نظر مين؟ ولا أنت حتاخد الحالات المسيرة للجدل اللي مفهاش وجع دماغه؟ هنشوف أنا ما لو حاجة إجابية يا فندم هتلاقيني بطلع سقفلك والله هتطلع سقفلك والله العظيم هنطلع نسقف وبقول لحضرتك أفلح انت صادق ولكن إزاي يا فندم؟ إزاي هتعمل حاجة زي دي؟ وزي ما قلت لحضرتك سؤالي المباشر لكابتن عصام عبد الفتاح هو بيوصل له كل حاجة من هذا الكلام يا كابتن عصام هي مسيرة للجدل من وجهة نظر مين؟ بس هو ده السؤال رد علي حضرتك يا كابتن مش عندي طبعا أنا عارف لكن في أي حتة تانية أنا مرة من المرات طلعت مع حضرتكم على الهواء مباشرة وحكيت لحضرتكم إيه موضوع الحكم الأجنبي اللي كانت تكلم مع الكابتن عصام والكابتن عصام تكلم معاه وكانت في كرة من الكرات في بعض الأخطاء اللي هي الكرات المثيرة للجدل زي ما هو بيقول الكابتن عصام وقلت لكم أتحدى لو الكابتن عصام يطلع معاه على الهواء ويقول يا إسلام أن الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط ساعتها يعني وطبعا الكابتن قال لأ ومش لأ وابتعلي ناس تانية وأنا ساعتها قلت لحضرتكم أننا سأتيح كل الفرصة كاملة أننا نفتح الهواء كل أنا مش هفتح بقي أنا هسكت فكابتن عصام أتمنى أن حضرتك ترد علي في هذا السؤال سواء أنا عارف أنه مش عندي لكن حتى تانية أو حتى في التصريحات الحالات المثيرة للجدل من وجهة نظر مين يا فندم من وجهة نظر مين أتمنى أن يكون هناك احترام لعقول الكل لأن احنا متابعين جايدين جدا زي ما قلت لحضرتك أنا كل يوم ممكن الصبع يعني ساعة الهواء أجي يجاي يجايب لك زي الفيديو هاتي يا ساميل ما علشش الفيديو ده تاني عشان الفيديو ده جميل لطيف لطيف كرة تحسبت وكرة ما تحسبتش هنا بتدافع وهنا ما بتدافعش وهنا أصل ليهم ضرب الجزاء وصل هنا ما لهمش حاجة أهو يا فندم أهو يا فندم يا دي نفس الكرة حتى لأن احنا بنلعب بالكرة الموحدة يا سبحان الله سبحان الله دي ما تحسبتش ودي تحسبت يا فندم تخيل بقى حضرتك من أعمالكم سلط عليكم شكرا يا ساميل أنا ممكن كل يوم كل يوم هاعد ومش هتكلم هعمل ايه حسكت وحزيع لحضرتك مش في مباريات الأهلي بس في كل المباريات اللي بتحصل أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكيمية أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكيمية أنا ولا بضغط ولا بكات أنا كل اللي عايزه على فكرة معظم الحكامي الكابتن أصام حكم لي أنا شخصيا في الملعب وأنا في الملعب وهو كان في الملعب يمكن الجلدة ما الحقناش شوية لكن كلهم أصدقائي وكلهم إخواتي وعارف أنه عندهم عائلات والله العظيم تلاتة أنا لا أتكلم عن شخص أي حد عشان كده دايماً ببقى قاصد في النص إن أنا أقول إن الكابتن أصام دا مثلاً له تاريخ كبير جداً في عالم التحكيم وله 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 وكلنا بنحترمه كشخص طبعاً حد شقدر يقول هذا عكس هذا الكلام ولكن في نفس الوقت الكابتن أصام مش عايز يعترف إن هو عنده بعض الأخطاء اللي بتخلي شكل المنظومة التحكيمية وحش قد يعني ممكن يكون مشواخد باله إن هو بيجي على الأهلي كتير وشايف إن الأهلي دا كبير فأنا لازم أجي عليه عشان الناس كلها تقول إن أنا قوي والله أبداً أكبتن والله أبداً أنا لا أطلب شيء للنادي الأهلي والله لا أطلب شيء للنادي الأهلي وفيك كل يما أطلبه العدالة التحكيمية العدالة التحكيمية ضرب الجزاء احسبها لي علي حسبها علي بس تكون علي بحقه حقيقي علي بحقه حقيقي احسبها مش من وحي خيال مؤلف مش قصة مكتوبة كلنا عارفينها مبارح أنا طالع وكان معايا الشباب قلت لهم إن الكابتن عصام حيطلع جماعة النهاردة في تصريحات أو بكرة بالكتير الكلام ده مبارح أنا قلتولهم حيطلع يقول إن الزمالك لقل الجزاء طالع قال الكابتن عصام بعدها بنص ساعة ما استناش لبكرة واضح جدا الطريقة اللي بيتعامل بها الكابتن عصام مع الناس المحاضرة اللي اتعاملت النهاردة مع الحكام احنا ما بنقولش الخبر يا فندم وخلاص احنا بنحاول نركز في الخبر وننقله الجمهور النادل الاهلي بشكله الطبيعي لما جينا نركز فيها فندم الخبر اللي اتقال ده لقينا مش منطقي خالص مش منطقي ما نشوف عموما أنا قلت ألفة انتباه حضرتك يا كابتن عصام حبا واحتراما لشخص عصام عبد الفتاح حبا واحتراما لشخص عصام عبد الفتاح ورد علي يا كابتن عصام لو هتعمل كده حالات جدلية من وجهة نظر مين اتمنى ان يكون على اي حاج فيش مشكلة فيسبوك تويتر اي حاج اتمنى ان يكون هناك رد في هذا الامر بكرة عندنا مباراة مهمة ومباراة صعبة كده خلصت كابتن عصام فعندنا بكرة مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا جدا هتقول لي عندنا غيابات كتير اه الغيابات مؤثرين طبعا لما يبقى غيب من عندك علي معلول مؤثر احمد عبد القادر مؤثر ايمان اشرف سين الشحات علي لطفي عليو ديانج حمد عبد منعيم وهلهم مجر اه بالاضافة بقى للموجودين اكرم وعمر والطق من بقية الناس اللي موجودة فريق 11 تقريبا واحد او عشرة هل ده مؤثر اه مؤثر مؤثر وبشدة على النادي الاهلي وعلى سامي قمصان ولكن بكرة هي مباراة اللاعبين الرجالة عايزين نكسب بكرة انا ما عنديش المباريات المؤجلة دي تكسب ولا تلعب انا قاسف يعني محدش يزعل مني انا بقول اذا الكلام لانه هادية الحقيقة المنتشات اللي زي دي انا عايز اكسب تلات نقاط تلات نقاط وبعد كده يحلها الف حلال اما الناس ترجع وتاخد راحتها يعني مش عايز اقول ان في بعض الاوقات الاصابة بتبقى اه شيء جيد ما تقوليش ازاي بس هي ساعات بتبقى شيء جيد لو هي عشرة ايام ولا حاجة زي المجموعة اللاعبين اللي اتصابوا الفترة اللي فاتت دي ليه لانه بيريح فرصة 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 لالتقاط الانفاس وكان معاي كابتش يفع فضيل وقابله بقية الناس اللي كانوا معوجودين قالوا لي نفس الكلام قالوا لي كده كده ناس دي هتتصاب الفترة اللي جاية لانه محدش بيستحمل انه هو يلعب تلات اربع سنين ورا بعد في كل حاجة اهلي ومنتخب وفوق وتحت ومطشات بره ومطشات جوه وستاندنج هنا فانا دلوقتي كل اللي عايزه احنا عندنا 11 واحد بكرة هيلعبه كابتن سامي قمصان هيحط 11 لعب 11 راجل في الملعب 11 راجل الحاجات اللي كما بسمحها زمان لو فاكرين 11 راجل في الملعب الحاجات اللي نفسينا نسمحها اهلاوي هو ده اللي احنا عايزينه ما تقوليش بقى تاكتك والحاجات طبعا احنا عارفين ان الكابتن سامي هيعمل كل ده ولكن انا اقصد ان الاغاني الحاجات اللي جوانا دي انا نفسي عاد اغنيها تاني ونسمحها من الجمهور تاني ان الحاجات دي هي اللي كان بترجعنا لما كنا بنبقى تعبانين الواحد لما كان بيبقى تعبان والله يبجد الواحد لما كان بيبقى تعبان كان بيعمل ايه بيسمع 11 راجل في الملعب والحاجات دي كانت تخليك كده ايه تجز على سنانك وتشتغل تاني هو للأسف دلوقتي بفيش غير 2500 ان شاء الله يبقى اكتر خلال الفترة اللي جاي كمان ولكن هو ده اللي احنا عايزينه 11 راجل في الملعب بكرة ربنا هيكريمك تكسب تخش ان شاء الله على يا رب ان شاء الله طبعا النتيجة دي دايما بتاعت ربنا محدش عارف يا لقدر الله خسارة تعادل مكسب هم دول التلات نتائج لكن انت بتبذل اقصى مجهود واكتر مجهود تعمله علشان تكسب بكرة ان شاء الله هو ده اللي احنا متوسمينه في 11 اللي حيلعبه بكرة مهما كانت الظروف ومهما كانت الاصابات ومهما كانت المبررات هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا بننتظره بكرة من رجال النادي الاهلي لانه الفنينلا الحمرة مختلفة الفنينلا الحمرة ده وقت روح الفنينلا الحمرة وهو ده مساندة اللاعبين الكبار اللاعبين المصابين يبقوا موجودين في وسط اللاعبة وتشد حيلك اللي بيلعب باكليفة علي يتكلم معاه ولا بيلعب مكان آليو ديانج يتكلم معاه ولي بيلعب هنا ولي بيلعب هنا وكل واحد يتكلم وحتعمل وهم هتلاقي نفسك 11 راجل موجودين في الملعب بيجز على سنانك كده وتلعب بقى المباراة والنتيجة دي في الآخر بتاعت ربنا آخر حاجة بس عايز أتكلم فيها مع حضراتكم لأن النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عندي فقرتين مهمين جدا آخر حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم وإحنا تعودنا دايما في اختيارات إدارات النادي الأهلي المختلفة من 1907 عالغاية دلوقتي لللي بنسمعه عشان ما حدش يقول لي أنت يعني كنت عيش ولأ طبعا لكن أنا بتكلم اللي دايما بنسمعه ودايما بنشوفه إن من 1907 عالغاية دلوقتي الحمد لله والشكر اللي يا ربنا بكرمنا بإدارات بتعرف تختار الصح يعني ممكن نكون نحنا مش متأخرين ولا حاجة في النادي الأهلي مش متأخر في اختيار مدير فني بالمناسبة ولا حاجة لكن أنا لما بختار ببقى عايز أختار مواصفات معينة لمدير فني معين مش أي حد يشتغل في النادي الأهلي ولما اختار الكابتن الخطيب لما اختار بايلر محدش كان يعرف وقال لك إيه بايلر ده ده جايبين واحد درجة تالتة مش هو قد قال الكلام اللي اتقال ساعتها وتقال على جوزيه بالمناسبة أول لما جي خالص كمان عشان ما يعني ما يقولكش الإدارة وبتاعها أهو اتقال على جوزيه ده جايبين واحد مش عارف إيه ومين ده وده فين وجايبينوا مع القهوة والكلام اللي حضراتكم بتسمعوا ده حصل مع جوزيه خد كل حاجة والمدرب دلوقتي المدرب الأسطوري والمدرب الكبير وكذا وكذا فيلر ناس بقولك يا ريت يرجع لأنه مدرب كويس جدا وهائل ورائع وكل حاجة موسماني واحد من أفضل وأعظم عمل تاريخ كبير جدا جوانات الأهلي لما أول ما جيه قال لك كابت الخطيب ايه اللي حمله الخطيب ده قالوا كده والله العظيم حد قال لي كده قالوا ايه اللي عمله كابت الخطيب ده جاب موسماني مين موسماني ده من قلة المدربين اللي في أوروبا والله يتقال لي كده نفس الشخص هو أهلاوي موت الحقيقة أهلاوي جدا يعني قال لي كابت الخطيب ده دماغه عالية جدا بيعرف يفكر ايه يا كرة كده انت بتجيب بطيخة من وجهة نظرك ايه يا انت بتشوف ان من وجهة نظرك انا شايف ان المدير الفني ده مناسب مع النادي الأهلي لاعتبارات كتيرة جدا خلي بالك ما بيبقاش مدير فني ده فنيا بس لا عفوا فنيا واخلاقيا وشخصية شخصية لما يبص للعيب كده وفي نفس الوقت تبقى اللعيبة بتحبه عايز اقول لحضراتكم ان جوزي انا اسف ان انا طولت النهاردة في هذا الامر بس ما عليش سريعا جدا الجوزي مشاني انا تحديدا من النادي الأهلي ولكن بالنسبالي انا بحبه حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة اللحظة اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم على الهوى دي انا بحب هذا الرجل حب غير طبيعي هو ده كيفية اختيار منوال جوزي كيفية اختيار ريني فيلر في اول الفترة اللي فاتت كيفية اختيار بيتسو بو سيماني هو ده اللي انا بتكلم فيه كيفية اختيار الموديل الفن القادم فمش عايزين استعجل من فضل حضراتكم خلينا خلي الادارة تختار المواصفات التي تليق بالنادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي انا عارف انتم مستعجلين ان شاء الله ربنا هيكرمنا ما تقلقوش ما تقلقوش اصابات عندنا ان شاء الله بكرة 11 راجل ربنا هيكرمنا معاهم ان شاء الله تقلقوش احنا النادي الأهلي لكن خلي طبعا مش هنسيب الموضوع يعني يقعد كتير لكن اقصد خلوا الناس تعرف تفكر صح خلوا الناس تختار الادارة يعني من له حق اختيار الموديل الفني يعرف يختار بناء على مواصفات معينة مش هتلاقوها غير في مع النادي الأهلي فقط والله شخصية ايه وتاكتك ايه وامتى يكسب وطريقة هجومية عايزين نلعب بيها ونفس الوقت سيبيه قوي مشروع جديد هو ده مطلوب الدعم من جمهور النادي الأهلي مطلوب الدعم الدائم مع الفريق هذا هو توقيت الجمهور وسيبوا الادارة تختار وان شاء الله تختار شيء جيد انا مش شيء يعني مدير فني جيد وانا متأكد من هذا الكلام معلش كان الموضوع طويل شوية لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نقرأ أخبارنا أخبار البيت الكبير النهاردة في إطار السعدادات لمباراة غزل المحلة اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار تيش السعدادات المباراة المقرر لها غدا في تمام التسعة والنصف على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ 22 في بطولة الدوري الممتاز وطبعا دي لحظات نزول الكابتن سان عبد الحفيز والكابتن سامي أمصان وبقية أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بدأت التدريبة بمحاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة كابتن سان عبد الحفيز كان حريص على الحديث مع اللاعبين لتحفزهم قبل مباراة المحلة الفريق النهاردة عمل إيه؟ عمل فقرة إحماء قبل خود تدريبات الكرة والحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه خلال مباراة المحلة غدا طيب إيه هم المصابين؟ المصابين زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في المصابين وهنتكلم في حاجات كتيرة جدا تخص مجموعة المصابين اللي موجودين الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي للقطاع ناشئين والمتواجد مع الفريق الأول اللي حين عودت دكتور رحمد أبو عبلا اتكلم عن الإصابات في صفوف الفريق قبل مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا وقال إن الإشاعة التي أجراها أحمد عبدالقادر أثبتت تعرضه لمزء في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاث أسابيع قال الدكتور أسامة مصطفى إن علي معلول لعب الفريق تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوع وعشر تيام أوضح أيضا رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن تشخيص إصابة حمد فتحي عبارة عن شد في العضلة الخلفية اليسرى يحتاج إلى فترة علاج ما بين أسبوع وعشر تيام دكتور أسامة مصطفى قال إن حسين الشحات أيضا اشتكى من كدمة في الكاحل الأيصر ووطر أكيلس ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى أسبوع زي ما حضراتكم شايفين أهو حسين عبدالفتاح حسين أنا كنت أعمل رسل الكلام على كابتر أصابة فتاح حسين الشحات بيتكلم بيحتفل بعيد ميلاده وطبعا ده تقليد من الفريق بيلعبه معاه كما تطرق رئيس جهاز الطبي لقطاع الناشئين حديث عن حالة أيمن أشرف مؤكدا إنه اشتكى من التهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج قد تصل إلى أسبوع أيضا الدكتور أسامة مصطفى قال إن علي لطفي ما زال يعاني من جزع في الرزغ الأيمن ويخطع للعلاج يعني أسماء كبيرة وكثيرة جدا الحقيقة كانت متواجدة خلال هذه الفترة كان مصابين محمد عبد المنعم كمان النهاردة شارك في التدريبات الجماعية أو سيوشارك أنا آسف في التدريبات الجماعية عقب مباراة المحلة بعد التأهيل الكامل والاطمئنان على كل ما يخص محمد عبد المنعم إن شاء الله بعد مباراة المحلة يكون متواجد في التدريبات الجماعية وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة نادي بيرامدز في كأس مصر قال برضو الدكتور أسامة إنه طبعا الدكتور أسامة مصطفى وهو متواجد مع الفريق الأول لحين عود الدكتور أحمد أبو عبلا إن محمد عبد المنعم حالته مطمئنة ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة قلضا وينتظم إن شاء الله في التدريبات الجماعية عقب مباراة المحلة النهاردة محمد نزل في التدريبات بشكل خفيف في التدريبات الإحماء حاجات بتبقى خفيفة كده وكورة أكتر منها أي شيء آخر بعد كده الحقيقة ابتدى يعمل أو يكمل برنامجه التأهيلي في ظل إن شاء الله عودته بعد نهاية مباراة المحلة للتدريبات الجماعية بشكل كامل برضو موعد انتظام عليش عندنا النهاردة مستشفى كبيرة جدا وطويلة جدا موعد انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية قال الدكتور أسامة مصطفى إن أليو ديانج سيكون متواجد في التدريبات أو سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة غزل المحلة التي ستقام مساء غدا على سيد الأهلي والسلام ضمن الجولة الـ 22 ديانج كان اشتكى من كادمة في الرجبة خلال مشاركته في المران منذ أسبوع أو بعد عودته من منتخب مالي النهاردة برضو كان فيه لقطات كتيرة جدا هنوريها لحضراتكم دلوقتي اهو زي ما انتو شايفين أليو ديانج لسه حتى هذه اللحظة لم ينتظم في التدريبات الجماعية ولكن ان شاء الله مع الأيام القادمة وزي ما سمعته دكتور أسامة مصطفى بيطمنا وبيقول ان هو هيبقى موجود قبل مباراة بيراميدز ويعود ان شاء الله وطبعا زي ما حضراتكم عارفين دكتور أحمد أبو عبل لمسافر ألمانيا والنمسا بيتابع حالة أكرم توفيق برضو عايز اقول لحضراتكم حالا هقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي لانه قائمة النادي الأهلي نزلت لشاباب له ونزلت القائمة بعتهالي عنشان طيب قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي كابتل مصطفى عبدو أعلن قائمة لغزل المحلة عمر شعبان المحمود الحضري فاتح الله معازل حناوي معازل حناوي هاني عادل إيهاب سمير مصطفى العشة أحمد سيد خالد سامي وياحيى حامد وخالد الإخميمي ومحمد بازوكا وأحمد الندري وحميد ماو وليد مصطفى وباولون فوافي ومالك توري وأحمد الشيخ وشام بلحة وعبدو يحيى دي قائمة النادي المحلة في استعدادا طبعا لمباراته غدا أمام النادي الأهلي عايز بس أقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي أول ما تنزل بعتهالي طيب قائمة النادي الأهلي لمبارات غدا إن شاء الله محمد الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم محمد أشرف محمد أشرف كابتن شريف عبد الفضيل إن بارح يتكلم عنه كتير محمد أشرف الباكليفت بدر بنون محمود وحيد كريم فؤاد محمد هاني أحمد نبيل كوكا عمر مصطفى عمر السلية مجدي أفشا محمد مجدي أفشا زياد طارق طاهر محمد طاهر وليد سليمان وبرسي تاو وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف هذه هي القائمة اللي إن شاء الله ستخود مباراة النادي الأهلي ضد نادي المحل على فكرة أنا مش فارق معايا الأسماء إن شاء الله كل هذه الأسماء تكون على قدر المسؤولية طيب كابتن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي والمحل أسندت لجنة الحكام باتحاية كرة القدم مباراة الأهلي وغزل المحلة بكرة ساعة تسعة ونص إن شاء الله إلى الحكم الكابتن عبد العزيز السيد حكم مساعد أحمد حسام حكم مساعد شريف عبد الله حكم رابع عمر عيد حكم فيديو أحمد الغندور مساعد حكم فيديو محمد عبد الحافظ طيب مش عارف فالله الواحد يقول إيه ولا نعمل إيه ولا نتكلم عن الكابتن أحمد الغندور يا كابتن أحمد يا كابتن أحمد لو الأهلي له ضرب الجزاء كلم كابتن عبد العزيز وقل له الأهلي له ضرب الجزاء مثلا يعني مثلا عشان الناس قالت إن أنا فلو علي ركل الجزاء كلم الكابتن عبد العزيز وقل له الأهلي عليه ركل الجزاء أنا دي متأكد منها التانية يعني لكن الأولانية لو لنا ركل الجزاء كلموا قوله عادي تمشي يعني زميلك ممكن تقوله يعني ما فيش مشكلة تقوله يا كابتن والله الأهلي له راكل الجزاء من وجهة نظري تعال أشوفها مثلا أتمنى أن ده يحصل بكرة إن شاء الله تحاد كابتن محمود البنة ميله كابتن محمود البنة حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي بما أننا بنتكلم عن الحكام يعني كابتن محمود البنة حكم ساحة كابتن محمود أبو الرجال حكم مساعد كابتن هاني خيري حكم مساعد تاني وكابتن محمود وفا حكم رابع كابتن محمود بسيوني حكم فيديو كابتن محمد الشناوي حكم مساعد للفيديو ده الجولة الثانية والأشري مباراة الزمالك والبنك الأهلي طحية كرة القدم بيقول إن مباراة الأهلي وبيرامدز بحكام أجانب كتر خيركم شكرين جدا على أساس يعني ماشي تحت كرة القدم قرر استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيرامدز هاي اللي يا كابتن عصاهم هاي اللي يا كابتن عصاهم الأهلي والزمالك وبيرامدز وفيوتشر الأقرب للمشاركة في بطولة بطولات إفريقيا بعد خطاب الفيفا وده الكلام اللي أنا شرحته لحضراتكم مبارح ويمكن إحنا نفرضنا به هنا في قناة الأهلي في البيت الكبير تحايد الكرة بيقول جميع أن ديت الممتاز تقدمت بملفاتها للحصول على رخصة الاحتراف وهو محاضرة فنية لتحليل وتقييم أداء الحكام يارب تيجي إن شاء الله بنتيجة الكاف يحتفل بحسين الشحات عيد ميلاد سعيد لنجم النادي الأهلي أيضا من يومين ثلاثة كان ده طبعا كابتن حسين الشحات هابي بورد دي الأهلي ستار حسين الشحات ده احتفال اللاعبين بالكابتن حسين الشحات ما عرفش الحاجة بتاعت الكابتن خطيب جاهزة يا شباب لو جاهزة معاكو كابتن خطيب النهاردة الحقيقة برضو من ضمن الأمور اللي بيعملها كابتن خطيب خلال هذه الفترة تواجده الدائم هو كالعادة الحقيقة دايما بيبقى موجود مساندة ودعم ومؤذرة لا محدود لا محدود الحقيقة بيعملها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في عزة ما انت بتدور على المدرب وقفة زي ما حضراتكم شايفين مع كابتن سامي أمصان ومع أليو ديانج وبيتطمن عليه طبعا وبيسأل الكابتن سامي حيكون موجود إمتى أليو يعني زي ما حضرتك شايف ده الكابتن خطيب بيعمل كده ليه يعني كابتن خطيب بيعمل كده علشان يقول اللعيب أنا معاكو ما هو أنا يبقى مجلس الإدارة بالكامر الكابتن محمود الوزير العمري السؤاس خالد مرتدي كل الناس اللي موجودة كل المجموعة اللي موجودة الحقيقة متمثلة في الكابتن خطيب بيسأله وبيقوله مين مصاب مين مش مصاب بيتكلمه وطبعا أكيد عارف بس حابب أنه هو يسمع من كابتن سامي أمصان زيارات عديدة جدا بيعملها الكابتن محمود الخطيب خلال هذه الفترة كابتن سيد راح قاعد طبعا كالعايدة مع كابتن محمود ويعني قال له تمام الدنيا تمام بيتكلم معاه عن أعتقد يعني بيتكلم معاه عن أمور الفريق الإدارية إيه اللي حيحصل الفترة اللي جاية هنعمل إيه الدنيا ماشي إزاي هاي الأمور ماشي بشكل جيد كلام طبيعي جدا الكابتن الخطيب الحقيقة دائما تواجده بيفرق كتير جدا 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 مع اللاعبين آخر حاجة بس عايز أقولها في إطار هذه النقطة زي ما قلت لحضراتكم بكرة 11 رجل في الملعب إن شاء الله ربنا هيكرمنا مع المحلة ومع بيرامتز ومع سموحة ومع كل المجموعة أو كل المباريات القادمة لحين ما يقرر وإحنا كجمهور حنوقف في ظهر ندينة وحنوقف في ظهر مجلس إداريتنا لحين ما يقرر مجلس الإدارة اسم المدير الفني الجديد مش عايز حضراتكم تقلقوا وما تسمعوش قوي في الأسماء اللي انتو بتسمعوه هدلوقتي مش عايزكم يعني استنوا نستنى الرسمي أفضل لأنه إن شاء الله ربنا هيكرمنا ويبقى كلها اجتهدات والكل طبعا من حقه إنه هو اجتهد ما بقولش حاجة ولكن أنا بقول لجمهور الآلي صبروا شوية إن اللمع صابرين معرفش يوم اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة أسبوع ما قدرش أقول لحضراتك تصبر قد إيه ولكن احنا دايما ثقتنا جبيرة جدا جدا في مجلس إدارتنا وفي اختيارات إدارة الكرة للمدير الفني القادم إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة وثلاث نقاط مهمة جدا 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 طيب عندنا إيه النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عندي فقرتين مهمين جدا أستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري حيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة بعد هذا الفاصل في ضيافة البيت الكبير هنتكلم أكتر عن كل الأحداث اللي بتحصل في كرة القدم وعن هذه المباراة الهمة جدا مباراة الأهلية والمحلة ولكن بعد هذا الفاصل الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى أعزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة أستاذ جمال الزهيري أستاذنا أهلا بك مباراك كل تمام أستاذ محمود صبري أستاذ محمود كل كويس؟ الحمد لله أعرف رأيكم الأول قبل ما نتكلم عن مباراة المحلة رأيك في مباراة الأهل والزمالك رأيي في مباراة الأهل والزمالك أن العيبة النادي الأهل تحديدا عشان يبقى الكلام محدد ضيعوا فرصة كبيرة جدا لتحقيق فوز كبير في الشوط الأول تحديدا وكانوا هم الأفضل والأقرب ونحن بنتكلم بقى كان ناحية فنية والزمالك كان متراجع جدا وخايف من المباراة من البداية وطبعا ده أدى فرصة في الشوط التاني أن نادي الزمالك بعد ما عمل تغييراته فريرا نزل شكبالا وكان الحقيقة يعني له دور مهم جدا طبعا بلمساته وخبرته أنه يعود أو يلحق النتيجة بالتعادل ثم بالتقدم بهدفين لغاية ما النادي الأهلي أحرز هدف التعادل فالمباراة في حد ذاتها هي مباراة أنا بقول أن البدلاء كان لهم دور كبير جدا في الشوط التاني من الفريقين أنهم يغيروا نتيجة المباراة لكن كنتيجة أنا بشوف أنه النادي الأهلي كان ممكن لو كسب هذه المباراة طبعا هتبقى نتيجة أفضل بالنسبة له لكن الكلام لسه في الملعب يعني نقدر نقول أن الفرصة مازالت قائمة لأن الأهلي عنده مبارايات مؤجلة ويستطيع من خلالها أنه هو يحقق الفارق اللي هو عايزه في النقاط مع المنافسين الزمالك وبيراميدز لكن المباراة بشكل عام بتفكرني شوية برضو كابتن إسلام بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول لها خمسة ثلاثة النادي الأهلي كان ممكن جدا نتيجة هذه المباراة ما تبقاش خمسة ثلاثة كان ممكن تبقى نتيجة أعلى من كده وممكن الأهداف اللي دخلت مرمى الأهلي برضو ما كانتش تدخل لأنه الأهلي رايح برضو شوية أثناء المباراة يعيز أقول أنه الأهلي في المبارتين هو اللي قده فرصة للزمالك يرجع للمباراة مسجود سواء في مباراة الدور الأول أو الدور الثاني سيد محمود بص كابتن مشكلة يا كابتن أنت النهاردة عندك 11 نقطة خسارة في المجمل بداية الموسم الأهلي في المباراة نزل ونادي الزمالك عنده هاجس في الصفوف المكتملة وفوجة أنه ناد الزمالك ما رحشي للمرمى الناج لا يلغب بعد 25 ديابة الزبط أول حالة لزيز هو كان أبرز لعب في فريق نات زمالك في الشوط لولاني هو زيز يكون أكثر حركة نعم كان عنده الجراء للأسف لم يستفيد داعبت للأهلي وأنا حزين أنه ده يصل إلى مستوى اللاعبين الدولين في الفريقتين كمية المسباص الغريبة والمريبة اللي تخلقته أتفكر لو رحنا كسعالم كنا هنعمل إيه لو إيه لو رحنا كسعالم كنا هنعمل إيه يعني دي مشكلة بترجعك لكلام أصدق كمنتخب ها كمنتخب يعني لو رحنا كسعالم كمنتخب كنت هتعمل إيه لا فيه أخطاء يا كابتن الإسلام ما صحش تظهر من اللاعبة بالحجم والمستوى المفروض والمبالغ الضخم المدفوعة فيها الأهلي فرّت في الفوز وأضاعه في الشوت الأولاني كان ممكن يأتي المباراة نهائيا ويخلص المباراة في الشوت الأول كعدت في المرات الفات لكن ظهرت العيوب في الشوت الثاني العيوب بدأت الأنفاس تقل يا كابتن الإسلام الليقة البدنية الليقة البدنية أفقدتها كل شيء ولذلك في لحظات في المباراة تشعر لعبة الأهلي وكأن في أقدامهم أكياس من هرون مشادرين يتحركوا في الغزل بتاعا لكن الزمالك استفاد من التراقع ده بالعودة بنفس الأخطاء بنفس الترتيب وحكيت الكلام ده وقالت يا جماعة العيد والمباراة اللي قبل كده هتجدوا نفس الكور اللي عمل أشكبالا استفاد منها استفاد منها اللي قريبين منه ما بيتغطوهش ما بعملش بشهد بس تفرّوه كل ده ناتيك تقل انترجعت وصنعت بأمانة شديدة والجيل ده بحسسني بعض الحين بيصنع من البعض نجوم يعني فيه فترة كده تلقى أحد أصنع نجوم اديت فرصة بقى انه زمانك لعب بالناشئين ولعب مش عارف ايه وكسبه ومش عارفه ولعب صغير عمل لقطة مهمة جدا على أكبر من 3-4 مدافعين مميزين بأمانة وانا زعنام بقول يا جماعة ما فيه ناس في فرة ندقالي محتاجة توقف مع نفسيها مش محتاج حد تكلمة كل واحد يقعد مع نفسه يتفرج يراجع يشوف هو ده مستوى مع الاهلي مع الفريق المدين وكل الامقانيات مع توفير كل الأجواء اللي خليك تنجح انت راضي وشايف ان الجمهور راضي عنك طيب الأخطاء اللي انت بترتكبها من مباراة أخرى يا أخي حرام عليك ما ينفعش مش كل مرة يبقى بهذا الشكل الزمالك استفاد وقدر يرجع خبرتك قدرت تعيدك لمباراة في دقائق انك انت تعادلت وبعد التعادل برضو كان ممكن تكسب وفي كذا كورة كفيلة يكفي كورة السلية وعلي معلون يعني لو سابها لولاني التاني كان التاني ممكن يخلص الماتش كان جاي وبشماله ثم رجعت المباراة مرة تانية لنادي الزمالك بكورة في العرضة المباراة انا شايفها متوسطة المستوى يعني كانت تستحق انها تروح كده ابرز ما فيها التحكيم بأمانة التحكيم درس مهم لكن دي درس من الدروس للاعبة الاهلي وبقول اكتر من اربع خمس لعبة بأمانة شديدة شوفوا الاهلي وجمهوروا بعملوا اي معاكم وفكروا حبوا الاهلي شوية حبوا انك تتعبوا شوية لازم تراجعوا نفسكم ما ينفعش الموسم صعب بويل محتاج رجالة وقفة وجمهور مش هيقبل السنة يا كابتن الاسلام مظهور لك على فكرة انا مش مع الموضوع ده ولكن انا بسألك حتى اللاعبين نفسهم يعني الاجهاد اللي عندهم لا يؤثر بأي شيء يعني انا لما سؤلت في هذا الامر عن مباراة الزمالك كنت لهم لا مباراة اهلي وزمالك دي ولا تقول لي اجهاد ولا تقول لي تاكتك ولا تقول لي بتاع ايا ليها قصة كده بتتعامل لوحدها اجهاد ايه ما هو الاجهاد وما هي الشماعة انا بكلمك او ما ايه هي الشماعة اللي احنا بنعلق عليها مسألة الاجهاد انا عاوز يعني معلش لو انت ديتنا فرصة كنت انا سجلتلك حجم الراحات والاجهزات اللي اتخذت في الفترة بطريقة حتى عندما سؤل المدير الطبي او رئيس الجهاز الطبي المنتخب الوطني الدكتور محمد عبدالي عن رأيه في تأثير الاجهزات المتكررة للاعبة الاهلي رفض التعليق قال ليش من حال الدخل لكن لما سؤلت ابي انتراك قال لا اصر على للاعبة الاهلي اصر بصورة وقدر اقول لك التأثير ظهر فين اوكي في مباراة الكاس شفت حجم المسبس من الاهلي شفت الجمهور هو بتفرج لا الجمهور هو بتفرج مش مصدق ان الوقت حتى لو كانت الخيابات موجودة حتى لو كانت الخيابات موجودة المفروض فيه بدايل والبدايل منتظر الفرصة عشان تثبت تقول حدردك هنا صح تتكلم عن البدايل ايو طبعا نازم البدايل لكن تتكلم نقطة هنا ان انت بتتكلم عن البدايل وده كلام حقيقي وكلنا كنا بنتكلم فيه لكن انا بتكلم على الناس اللي بتلعب في الاهلي وفي المنتخبات ما هم دول خلي بال حضرتك الاجهات برضو كابتن معلش يجب انه انت عارف انك مجهد مظبوط يعني حتى اللعيبة عارفين ان فيه قدر كبير من المباريات من العبوها طبعا فلابد من استغلال نقطة مهمة جدا اللي هي اللي هي ان انت لما تكون ومتفوق على دوس بقى دوس لانه ممكن على فكرة انا مش مع الكلام ده مثلا بقول حضرتك الاسئلة اللي بتطلع من الناس اذا انت ما استغلتش الفرص هتتحول ضدك طبعا يعني وده اللي حصل انت ضيعت لا وفيه ماتشاط كتير جدا لعيبة الناد الاهلي هم اللي بيدوا الفرصة احياني لا مش احياني لا لا تطلتش احياني اقول اه ده حقيقي بس الكرة اللي انت ما تستغلياش هتبقى ضدك طبعا لان انت هتيجي في الشيط التاني ده اللي حصل في ماشي القمة وده اللي حصل في ماشي الزمال وحيديدي بقى فيه ايجاد وإراق وكمان نقطة برضو سريعة كده انا مش مع الهجوم على محمد الشناوي ليه لان حارس المرمى اداءه مهما كان عبقري مهما كان اداءه عالي جدا انما بيتأثر باداء الديفنس اللي قدامه واداء الفرق اللي قدامه يعني ما تجريش انت كرتين او تلاتة عرضياته بتعدي من المدافعين واي حد بيكمل فيها ويدوس فيها بتبقى جون واطالبه بانه هو يبقى المتصدي كحالته الطبيعية يعني انا معاك انه هو خرج اكتر من مرة خروج خاطئ بس خلاص ما هي المباراة اتفتحت فبقى فيه نسبة احطار انا اعتقد ان الشناوي وما يحمله انا اصد لازم برضو يتوقف من حب الجمهور الاهلي من حب للشناوي يعني اعتقد ان الشناوي يعني ممكن تعدي الغلطتين ثلاثة اللي فاتوا دول ايوة بس كمان اتنين ثلاثة بس نعم اتنين ثلاثة بس لا 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 اتنين ثلاثة بس مش عارف قول لي حضرتك لا قول لي حضرتك اوسأل حضرتك سؤال هدف وفاق السطيف في مباراة العودة من نفس الزاوية اللي جمينا هدف الوداد مع الفارق انه كرة الوداد في الزاوية فوق وفاق السطيف كرة تحت في ناحية الشمال من نفس التزديدة ولازم تراحز حاجة يا كابتا سلام انه برضو من نفسينك بدوا يعرفوا مشكلتك فين ما خلاص فانا ايه هفاجعك بحاجات زي ايه مثلا زي هدف ساندونز في القاهرة نفس الكرة في حاجات يعني اوزوا ليه شناوي الناس اديته الثقة ومنحته دفع معنوي هو نفسه يقف مع نفسه لازم تقول ليه لانه من دين الأسماء اللي حالك قلت طبعا طبعا هو على فكرة محمد عارف كرابده كويس ما انا بكلمك انا بكلمك بس انت عاوز اقولي يا كابتن ما تاخدش النقد يا كابتن اسلام كابتن اسلام انا مكنش اصد انا محلل انا مكنش اصد لا 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 يا كابتن انا كل القصة ان انا ملاحظ انه فيه برضو بس هل مثلا هل واشنا بنتكلم يا استاذ جمال يا استاذ محمود هننسى مثلا اخر كرة في المطش لا اخر بتاعت اوناج اوناجم اعمالها يوسف يوسف اوسامة نبي قالها واحد ما يجب هاش غير الشناوي قالها واحد ما يجب هاش غير مين انا بكلمك مثلا يعني انا اقصد اقول لحضرتك ايه اه وهو على فكرة هو متأكد ومتيقل اقبل النقد يا كابتن اسلام اقبل النقد مادم بنا يعني مش بنقودك عشان نهدمك لمعنى يا كابتن اسلام هو يعلم تماما ان كل جمهور من الاهل بيحبه وحيفضل يحبه ولكن طبيعي جدا فيه زباب الكتروني ايوه في وسط النصح هو ده بصرة انا بتكلم عنه ده مش تابعك على فكرة يا استاذ جمالك مش تابعك لان هو بيرتدي ثوب الاهل هو مش في الاهل دربوا عليك هو بيعملوا بياخدوا بديات الاهل وهمش اهلوية فيه ناس معروفة بالاسم وانا بتابع سوشال ميديا بلاحظوا عارفهم عارف انتماءاتهم ماشي لكن هم برضه دول بقى اللي هم بيعلوا بيعلوا بالزبط الريت ماللنا ورعي يقولك ايه بقى فيه موجة دوس فيها عشان يكمل دوس فيها عشان يكمل زي موجة موسيماني كده موجة موسيماني اترام الطعم ومن اللي غزاه الزباب بعد من لا يشجع الاهل بعد من لا يشجعون الاهل هدفهم كان ايه هدفهم اللي انت فيه دلوقتي وانساق وراءهم بعض الاهلوي انخداعا بينه ده في الصالح وبعدين واجع ظهرت الوجوه الطبيعية ايه ده اللي انا بحظر ده حظه ده مش عارف ايه ده جاي ده اللي انا بحظر منه اه انا اللي بحظر منه مفيش مانع ان انت ايه بس ده يودينا عارف لفيني يا سيد جمالي يا سيد محمود يودينا لان الكلام اللي حراك بتقوله ده هي حملة على فكرة احنا كلنا مقتنعين ان هناك بعض اللاعبين بما فيهم اللاعبين انا اتكلمت مع معظمهم يعني كلهم مقتنعين انه في حاجة طبيعية وعلى فكرة يا سيد محمود ويعني حضراتكم اسات زيتنا ويا ما سافرتوا معانا ويا ما كنتوا بتشوفونا كلنا تعرضنا لهذه المواقف وكلنا كلاعبين تعرضنا لأكتر من كده بكتير جدا 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 لكن العودة هي دي بقى الفارق ما بين اسلام محمد علي حسين اي حد ايه الميزة يا كابتل اسلام اه في فريق بحجم الليل اللي التاريخه ده تصنع بايه اه والله كان بحجوها اللي هو الروح في الملعب صح الروح مختفي يا كابتل اسلام في الفترة اللي فقت تديه مع كامل احترام ظهرت في بعض المتشط والغانبية اختفت بي الروح اللي هي ايه الروح القتالية على كل كرة لكن لما تجد انت فريق وتجد فرقة لعيبة الناد الاهل بيعودوا تفرجوا على مهرات فردية من المنافس ونعود اتفرج عليها اشوفوا يعدوا ويعملوا وعايزوا الجمهور مش بسدى انه دول لعبة الاهل حاسس انه في حاجة غلط لما تجي تقول لي ارهاق اقولك تعمل ايه في الناس قبل كده كانت تسافر السفرية في يومين وثلاثة ويعمل ثلاث محطات الترانزيت ويباد في المطار ده انت طيارة خاصة رايحة طيارة خاصة جاي طبق بالكامل ومعاك الاعداد كل اللي انت عايزه بحقق لك ما هو الاجهاد الاجهاد الا انك بتشغل عقلك بامور لانه الاجهاد العقل اخطر من الاجهاد العدد طبعا طبعا ماسك موبايلك وصهران للصفح طبعا بتضيع وقتك ده بيعمل لك حالة من عدم التشديد مش مهتم بنفسك وقاعد طول الليل ما بتفكرش حتى فيه فيه دايما يقول لك عيش المبارأة بلما تلعبها يعني هلعب على اسلام بكرة انا هقعد اتفرج بيعمل ازاي ويمشي ازاي أستاذ معمود هل بما انك بتتكلم عن الذهني هل لا يوجد اجهاد ذهني بمعنى وانت أستاذنا برضو عايز ان فيه حاجة اجهاد ذهني من كرة القدر بعيدا عن الامور الاخرى لكن انا قصد ان انا لعبت نهاية افريقيا وما كسبتش لعبت النهاية كاس العالم او نهاية اللي وصلنا لكاس العالم وما وصلتش اتغلبت من اثيوبيا اتغلبت من كوريا اتغلبت من كسبت غنيا لا انا ده كل له تأثير اعتقد ان ده كل له تأثير بما يعني الواحد شاف في الحاجات دي شوية فمعني مش شوتاش في الاهلي خلص والله احنا الفترة اللي لعبنا فيه في الاهلي ومنتخب كأنه بنكسب كل حاجة لكن على اعتبار ان اللي حصل ده لازم هياخد من ذهنك شوي وانت احيانا ما تتأثرش مش شوية لا احيانا ما تتأثرش جدا يعني حلم التأثير بيختلف برضو يعني يعني من وجهة نظر للعودة العودة في قد دقيق اه طبعا اننا هو ده الفرق اه يعني مباراوة تانية نعم افنا مباراوة تانية لازم تربع بالزبط كده ننفعش يعني لهوه برضو استشفاء طبعا نوع من الاستشفاء الزيني صح ان انت ازاي وكان دايما بنقول ايه النادي الاهلي مثلا ما بيخص مثلا كنا دايما نقولها على طول ونقول ان دي من المميزات الاهلي يخسرش هو هو وحش ما يخسرش مطشين وربعات او او ايه حتى بيبقى وحش جدا اداءا ويكسب نعم دي كلها برضو من ضمن المميزات انا شايف ان بكرة سيكون موضوع مختلف يا سيد محمود بمعنى ان بكرة انت عندك اصابتك كثيرة جدا لأول مرة مفاجأة يا فندم مفاجأة مفاجأة بس مفاجأة بس بس متوقع اللي بالحضرتك لانه زي ما حالك قلت يعني امور سابقة لكن في النهاية خلينا نتكلم في اللي جاي قد تكون في بعض انا قلتها كده ورزق على الله ان قد تكون الاصابات في بعض الاحيان هي جيدة في حق اللاعب في بعض اللاعبين ليه؟ لانه هريح يعني هريح بقى الكلام اللي حاجة بتقول طبعا هو مش صح لكن انا بقول بتريح ذهنيا وبتريح عضليا وبتريح تخدلك يوم كده تجاي متدلك الصبح وبعدين جاري خفيف وبعدين ترجع تاني يوم تدلك تاني الحاجات اللي كنت نعملها كلنا انت لأ انت بامانة شديدة السابق اتأثر بانه الجهاز لم يكتمل ليه الجهاز لم يكتمل لانك لما تيجي ترجع سابقا يعني لما تيجي ترجع يا كابتن اسلام لفترات اللي حتى فترات منوية كنت تلقى الجهاز اللي فيه مدرق معهم والتنين مساعدين طبعا بايه دور الاتنين مساعدين حتى وانهم همشوا دور في التنين عارف دورهم ايه كنت دايما اشوف كده يا كابتن علامي هون تلقى واخد اثنين تلاتة العيبة بمشي نعم بتتكلم معهم كابتن حسام عربي كان بياخد كذا كذا كابتن حسام عربي كان بياخد كذا كذا لما كان موجود كابتن مختار كان الوضع كذا لما كان موجود كابتن ديال السيد كان ليه حرص المرأة نفس الشي حتى وجود الادارين كان برضو ليه عدد يعني فيه مجموعة واحدة تلقى عاوزهولك كان يجي كابتن سابق البطر رحمة الله عليه في فترة الفريح حصل وروح واخد اللعيبة والفرقة او جاذفة رح طالع بيهم في مكان تاني كده مختلف ينقلهم نقلة تانية بعيد خالص صح مثلا يتغدوا في مكان يتعشوا في مكان يعني عاوزهولك حتى لو فلناني النهر حتى لو داخل المكان تكملت الموضوع ده انك انت بأمانة ظلمت واحد زي سامي قمصان يعني حطيت عالية ضغط ومشيت المدرب العام وديته سابق طب من اللي موجود يكمل مع سامي طب صفارت انت واسموا في ناس تنا كان المفروض بالكلام ده موجودة تحط في العصر حصل ما حصل وتجربة نكحة لا احد يختلف عليها والراجل قدل عليه فيه اخطاء اه فيه اخطاء يا جماعة طبعا طبيعا لكن انا محتاج أقيم الاخطاء دلوقتي محتاجين دلوقتي بأمانة الاهل احوج ما يكون في هذه اللاحظات المهمة جدا الى المسندة ايوه والناس تسكت وتهدأ فيه اخطاء اه فيه اخطاء فيه كلام عليه اه فيه فيه نعيبة محتاجة تقعد مع نفسها يا جماعة ده اخطر يعني عاوضوا عليه لازم الناس تتكلم هل ده مش واضح لا اهل ده أستاذ جمال مش واضح لإدارة الكرة مثلا واضح جدا لكل الناس بس احيانا إدارة الكرة بتحاول تعمل ده لكن اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن ضيق الوقت اه طبعا وانه الوقت وعدد افراد الجهاز برضو قد يكون قليل بالنسبة للمهام المطلوبة اوكي فاعتقد ان مجلس الادارة ولجنة التخطيط هتراعي هذا الامر في المرحلة القادمة لا لا ما في المية لا هو موسيماني كمدير فني كان من وجهة نظر انه هو يشتغل كده بس اقولك حاجة انا شايف انا شايف طبعا ما احترامنا الكامل لموسيماني والدور لأداء والبطولات والكلام ده كله انما انا شايف اللعيبة مع سامي امصان بدأت تتحرر شوية من الواجبات اللي هي ممكن تكون مقايدة امكانياتهم يعني بشوف ده بس يعني اللي احنا الملاحظة اللي انا لاحظتها انه زي ما بقوله حضرتك انت لما يبقى بتعاني من الاجهاد وجيه فترة اثناء المباراة انت راكب الجيم زي ما بيقوله باللغة الكرة استغل هذه الفترة بس كده يعني انا من وجهة نظر هل عندك بعض النواقص عندك بعض النواقص طبيعي جدا ان احنا نقول هذا الكلام على فكرة لأ ونشتلعب تسعين دقيقة بنفس القوة فانت استغل الفترة يعني لما تجينك الفرصة يعني تخلص الفرصة خلص خلص هو انت ليه دايما خلال الفترة السابقة بتبقى دايما كويس في النص ساعة الاولين ايه ليه يقتك موجودة وبزرط والدنيا لطيفة وحلوة بعد كده الدنيا بتهدى شوية لا وفيه حاجة كمان النتيجة نفسها بتأثر على المنافس غير ان النتيجة بتوقع يعني انت لو صح واحدة غير اثنين غير ثلاثة لو تقدمت بدل جون اثنين ثلاثة خلاص وده بيقتل زي ما قلت بياخد منك يقتل المباراة صح انت قتلت المتش خلاص بما اننا بنتكلم النهاردة يوم الصراحة يوم المفتوء اه يوم المفتوء بما اننا بنتكلم في هذا الامر اجتهدات كثيرة جدا فيما يخص المدير الفني للنادي الاهلي والحقيقة يعني انا لو اتذكر ويمكن بقى حضراتكم اللي كنتوا بتكتبوا هذا الكلام وانا بتذكر مثلا على ايام لما كان مدير فني في اتجاه والاجتهادات كانت ماشية في اتجاه والثم فجئنا باختيار مفاجئ باختيار اه يمكن قبل فيلر ما يجي بيوم تقريبا يومها بالليل طبعا لانه بقى اصبح الدنيا واضحة لبعض الناس فاتقال انا شايف اجتهادات كثيرة جدا طبيعية على فكرة لا طبيعيا انا ما تقولش على الاجتهادات يعني يا الاجتهادات طبيعية طبعا بس برضو طبيعي جدا انه النادي الاهلي كمؤسسة والكل يعلم هذا انت بتفاجأ في يوم في يوم وصول المدرب ان المدرب جه وممكن يبقى عكس كل التوقعات وكل التكامل حقيقي اه ده حقيقي ليه بقى لانه الشغل او منظومة العمل قائمة برضو اساسا على ان الاختيارات بتتم او المناقشات بتتم بما يشبه السرية شوية اوكي ليه انت مش بما يشبه هي سرية بس انا بخففها شوية لما بتطلع عارف بتطلع منين بتطلعش من النادي لأ عارف بتطلع منين منين من الجانب الاخل من المجلل الفني من الجرب الاخل يا اما وكيل وكيل المدرب يعني لو انا مثلا بتكلم مع اساس محمود صبري ووكيله جمال الزهيري اساس جمال الزهيري انا اقول طبعا اه طبعا بيقول انا الاهلي يكلمني والاهلي عملني ماشي وده امر مش هتضرب طبيعي لانه هو في يوم الايام خلاص انت هتختار مدرب وهيجي بسواء المشكلة ان ان الاهلي هو بيكلم الاستاذ جمال وبيكلم الاستاذ محمود وبيكلم الاستاذ اسلام وبيكلم الاستاذ علي وفي الاخر المواصفات بتنطبق على واحد بيجيبه من الاهلي كان بيجيب المدرب يقعد معه في القاهرة وما اتفيش يومش من حدش كان يعرف انا خدنا فترة صح جوزيه يعني جاب اكتر من حد جاب حد من هولندا وحد من الارجيتي وجمه وحضر وقعده محدش خد باله والناس ما اتفقش لكن امور مختلف دلوقتي سيد محمود دلوقتي ممكن واحد هو ماشي مثلا كانت قاعدين في مكان ما مثلا او في اي قوتيل واحد معدي كده جاء لقطة الموضوع خلص فاكر اول مرة جيجي جوزيه اول مرة جيجي جوزيه محمود اول مرة النادي الاهلي اتعقد مع الجوزيه انا عرفت قبلها بيوم او يومين من واحد بس خوف تكتب خوف تكتب لان انا مش عايز انا عارف انه ممكن يحصل مفاجئة صديقي تونسي اسمه زفرالة المؤذن بيشتغل في الدوحة في جريدة الراية لقيت واتصل بي وقالي على فكرة النادي الاهلي خلص وعرف برضو عن طريق وكيل او حاج البرتغالية او البرتغالية او كان وكيله علائي ايوة اعرف المدرب بتاع الاهلي الجديد اسمه جوزيه مانول واياما يعني انا قلت ايه ده بيقول اي كلام خوف تكتب لانك ممكن يبقى انفراد وخلاص اقول علمة الاخبار ولا اي حاجة اه لكن خوف تكتبها خالص لاني عارف ممكن ان تاني يوم كل حاجة الغاية اه لا وممكن لوانا اكتبت لا ده مدرسة مختلفة احنا شوحنا معا يعني محدش شاف مع كامل احترامي للزملاء اللي موجودين حاليا يا جماعك في فترة فترات اللي هي من بعد من بعد من يعني اللي انا حضرته من اتنين وتسعين لغاية الفترة المتوغلت فيها السوشيال ميديا في الاخر عشر سنين قبل كده كمان التمانينات صعب صعب تاخد معلومة من النادي الاهل او تطلع يعني تخيل ايو ما ستخلي بالك دوقتي الوضع مختلف لا لا دوقتي عاوزه على الحاجة كمان المواطنين بقوا صحفيين يعني اللي قاعد في المطار يتفرج على فكرة اللي قاعد في المطار منتظر شايف يا شهز محمود اهو دوقتي انا مثلا امير توفيق جاب جبال الزهيري واعد معاه في اكتر مكان سري في مصر خلاص وده بقى ما فيش مكان سري بس يعني وعلي معدي من بره واخد الصورة وشكرا ما الناس كلها هتبقى عارفة مين جبال الزهيري ومين قبيل توفيه لا طبعا الوضع وفي ثانية هتلاقي كل حاجة انا عايز بس عشان نبين الحالة كانت ازاي الحالة السرية طبعا اجتماع مثلا اتحاد الكورة او مجلس ادارة الاهلي ما كانش بيتعرف عنه حاجة غير تاني يوم اه طبعا اللي هو في الجورنان يعني ما هو ما كانش فيه بقى هي وسائل خلاص بقى وسائل المعلوم الوضع اختلف الوضع اختلف اذا خلينا ننتظر ايه اللي حيحصل في موضوع المدير الفني بزيط طبعا وانا من رأيي كلها اجتهادات كلها اجتهادات واجتهادات مش من جوه اكتهادات من الخير بص بص انت حجم من السفهات اللي اترمد من وكلاء لعبين برضو كلاء من يوم دروا دلات كل واحد عن اتصال من موعة يرمي اللي هو عايزه ويقول الاهلي بيبحث عن صفات مهمة جدا في نقاط واحد وده اللي ممكن نتكلم فيه بقى يا شوز محمود ما هي الصفات طبعا الاهلي اكيد بدور على مدرب عنده اهتمام بصناعة بصناعة الفريق نفسه يعني الشغل على عناصر الشباب تطوير اداء الفريق الشغل الفني ازاي هيطور ازاي هيزود ليه لانه انك انت عندك عناصر موجودة في الفرقة حاليا بامانة شديدة الجمهور والناس كان عندها معتقد انها هيتبقى في جزئية تانية يعني تبقى في نقلة في مرحلة تانية خالص فجأة في بعض المباريات لعبة مش عارفة توقف الملعب في حالة ارتباك واضحة غير مفهومة ده يدفع تمانها مين يدفع منها تمانها الفريق في المباريات اللي انت شايفها اكيد في التفكير مدرب شاب عنده شغل واضح وتشاف انه يقدر يقدم لك الحاجة اللي انت عايزها عنده مرونة تكتيكية ويقدر شايف ويقدر يعمل لك ايه مشاكل هيساعدك في ايه طب هيجيب لك ايه هيطور لك في ايه انت رايح فين طموحه ايه هو عنده طموح وعاوز يعمل تاريخ وبطولات ولا خلاص جاي ما قديها شكرا لا اكيد دي في الحسابات اللي بدور فيها مجل زر الآن واكيد انه رغم ديق الوقت والظروف الصعبة وانت في منتصف الموسم بالنسبة له هو برق قاعد فعصابه هادية وفي ناس طبعا اكيد ارتبطت وفي ناس تانية برضو متابعك وانت بتتفاوض وبتشوفك بترايح فين وهو عينك رايحة فين وهيدخل بوزلك وهيدخل على ليلك مش هيسيبك برضو فعشان كده انت لازم تبقى قافل قوي وبتدور على الحاجة اللي انت عايزها زي ما لما جيه فيلر اتقال ايه عم فيلر دا ما اندوس فيه وحبا راح مفاجأك بأداء في الصوبر ثلاثة اتنين وحسب الدوري وحسب الدوري قبل نهايته بكام وكان مفرد وكان عنده فرصة ان يكمل في افريقيا لكن الظروف اللي حصلت وحبا راح من العرب تجيب مسيماني اتقلبت الدنيا والحسابات المكاسب بتبقى مختلف الرؤية بتبقى مختلف الاهلي دوره وادارته وجمهوره بقدموا الدعم نعم وبسنده هو ده اللي انا بقوله ومجلس ادارة الاهلي ولجنة التخطيط وشركة الكورة اللي احنا نقدر نأكده يعني انه بناء على التجارب السابقة كلها جيدة اه جماهير الاهلي تطمئن انه حيجي حد كويس انا بس اللي انا مش عايزه ان الناس تستعجل لانه لانه انا عشان اجيب مدرب معين بمواصفات النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي وفي نفس الوقت اتديله السعر اللي انا مش هقدر على عنه لازم ابقى مختار كويس هتقول لي ليه مش هتعجل عنه لانه ده المناسب بالنسبة لي كميزانية وككل حاجة ضمن العيوب اللي احنا اتكلمنا عليها ايام ما كان اتحاد الكرة بيدور على مدير فني ساعة ما اختار ايهاب جلال احنا اتكلمنا في حاجة واحدة ان اتحاد الكرة استعجل في انه هو يعلن المدير الفني او يعني اختياره ولما عاينه ما حددش هو عايز اي من احساس جماعة يعني لما جابي ايهاب ماشي ما قالش هو ظلع اتحاد الكرة والله يا جماعة احنا اختارنا ايهاب عشان واحد اتنين تلات اربعة ده قدم لنا ورقة وتكلمنا معاه فناقشنا لا 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 ما فيش الكلام ما فيش ما حصلش هو ما كانش فيه دولارات فنا جبت ايهاب جلال ودلوقت الدولارات طلعت ودلوقت الدولارات زارت انا فيه بير بترول دلوقت الدولارات جوا الاتحاد لا جنبه 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 لا جنبه نادي الاهلي بينه وبين النادي الاهلي يا ريت يا ريت عموما انا اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في ما هو قادم يعني لانه الفترة اللي جاية صعبة فنيا وان شاء الله دايما طالما دعم جمهور النادي الاهلي اعتقد الامور بتبع والجمهور على فكرة واعي تماما هو النادي الاهلي بطبعه ما بيحبش يغير مدربين اثناء الموسم مزولا على رغبة يعني موسماني والنادي الاهلي لكن طالما فعلا برضو دي نقطة مهمة قوي برضو انه النادي الاهلي لما بيلاقي المدرب مش هيكمل خلاص ما فيش داعي تطول زي ما حصل مع فيلر ما فيلر لما قال انا ماشي مش قادر اكمل خلاص مش هتجبره نفس الشيء مع موسماني مع كل الاحترام والتقدير لا لا الاتنين كتبوا تاريخ جاي بالزبط كده وعملوا برضو في فترة زمنية مزبوط عملوا نتائج كويسة فبنشكرهم عليها طبعا عموما يا رب كل التوفير النادي الاهلي انت شاء الله خلال الفترة جال بشكرة جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا بشكر أستاذ جمال طبعا وأستاذ محمود على وجودهم معنا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة غدا شكرا للنهاردة خدنا قصة المدير الفني اللي نتكلم عنها أكتر أو تكلمنا عنها أكتر وكلمنا في أمور ومشاكل خاصة بمباراة الأهل والزمالك وتخص الفريق دلوقتي نتكلم فنيا عن مباراة بكرة إن شاء الله بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزيلا المشاهدين خلوني أراحب بديو في هذه الفقرة دكتور أحمد ثابت أزاك دكتور الحمد لله تمام؟ أنت دكتور طبيب آه فعلا إيه اللي خلاك تروح للكرة بقى أو للحاجات دي بالمناسبة عمري مسألتك ساعة من الفين وعشرة آه 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 يعني أنا أصلا بحب الكرة جدا يعني بمارس الكرة بلعب كرة على طول يعني والله شوفتكش يعني العيب منلعب ما سهتشوه آه فمن الفين وعشرة اشتغلت الأول في الصحافة في التحليل آه في جرائد وبعدين اتدركت بقى اشتغلت في النيل للرياضة اشتغلت في كنوات مختلفة يعني في النيل للرياضة وفي الصادة البلد مع كابتين شوبير في صادة في كاس العالم وبعدين جيت كنوات الأهلي بقى فعلا آه عشان أقول مرة أسألك السؤال ده صح؟ آه دكتور كريم سعيد تايف دك يا دكتور دك يا دكتور خبورك ايه؟ الحمد لله احنا عارفين خلفيتك يا كريم انت ما الحمد لله ايه انت بحكي لنا برضا ألا آآ لا انا بدأت الشغل لنا من آآ 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 كنت مراسل مع أول موقع رياضي مهتم بمحترفين كان اسمه Egyptian Players Egyptian Players آآ بس كان ويبسايت بالإنجليش ما كانش بالعربي فكنت بكتب الأخبار بالإنجليش وكان الويبسايت نفسه مختصر بالمحترفين بس بعد كده بقى انضميت يللا كورف 2006 وبدأ المشوار ما زل مع الظبط كده بس من رابطة مشجع الأهل نعم آآ 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 كنت مع صصص خليت شاكل لما عمل الربط وعملت عمل الجامعية منك تبينعب باقريت في الوقت دي استمش طيب خليني بس الأول أسألكم عن التصريحات الكابتن عصام الحقيقة لأنه الكابتن عصام تصريحاته مستفزة جدا خلال يدي الفترة فبما انه يعني هو مبدئيا قال ايه كابتن عصام كابتن عصام الفتاح طبعا قال مين اللي اشتغل معي هو ينفع ليه ويشتغل تحت ملازم هو اولا كابتن عصام يعني فيه كذا نقطة كذا اه تفضل واولا تصريحاته بقت مملة في صراحة اوي اوي تصريحاته كتير جدا ده اول حاجة نقطة تانية كابتن عصام ليه دايما يعني اللي ما علقش مثلا بعد ماتش الزمالك والمصري والطارد بتاع الوينش اللي ما تحسبش ليه دايما بيطلع يعلق بعد مباراة الاهل اه دي النقطة التانية النقطة التالتة لعبة امام عشور اللي بيتكلم عليها ان هي ضربة جزاء وكده هنفترض ان هو مثلا كلامه صحيح ان هي ضربة جزاء طب افرد ما هو الحكم الاسباني ده اللي حضرتك جايبه انت اللي جايبه يعني الحكم لما يغلق هنزل بالمستند ما احنا نزلنا ما احنا عملنا شفت احنا عملنا اللي حتة اللي احنا عملناها دي اه شفتها اللي لا يعني انت هو اللي جايب وهو اللي هتحسب عليه ايا كان فانت حضرتك وانت زعلان ان انت جبت حكم كلاس بي واحرج كل حكام مصر للامانة يعني حكم كلاس بي في اسبانيا هو مش كلاس اي يعني مش حكم مش مش رقب واحد او مش من الاربعة اللي هم في اسبانيا لا ده حكم كلاس بي وجاي حكم مبراك وايسة يعني الحاجة التالتة او الرابعة لاتنبرج يعني هل معلش ناسف عشان النقطة دي تحديدا مهمة لو الاهل يتغلب كنت عتطلع تقول كده لا طبعا نفس الكلام يعني لو الاهل يتغلب اه نفس الكلام اه هي الفكرة ان برضو هو بيقول ان ينفع له يشتغل مع عمل لازم كابتن يا سام عبد الفتاح دايما بيطلع يقول ان هو مونديالي وكل حاجة طبعا حكم مميز وكل حاجة بس مش شرط عشان انت حكمت في كاس العالم هتزل الناس يعني انا مش فاهم انا عايز بس اقول ان بكاري جسامة اسوأ حكم فكرة افريقيا رايح المونديال للمرة التالتة على التوالى كابتن اسلام يعني مش شرط عشان انت حكمت مونديال هتزل الناس ان ده ده كلاتنبرج ده جماعة حكم نهاية يورو 2016 بين البرتغال وفرنسا حكم نهاية دورة ابطال اوروبا بين ريال مدريد واتليكو مدريد حكم اكتر من 250 مباراة مين؟ كلاتنبرج اللي بتكلم عليه حكم اكتر من 250 مباراة في الدورة الانجليزي اكتر من 50 مباراة في دورة ابطال اوروبا بصراحة لا يعني هو بيحاول يعني حاجة غريبة جدا اللي بيعمله ده ولو قررنا الهدف يعني طب هو ليه ما تكلمش زي ما حدك قلت على الهدف اللي هو الزمالك في بدايته الهدف الاول جاي من اللعبة متحركة نفس اللعبة اللي حصلت في ماتش الاهلي والبنك الاهلي يا رجل لا يا رجل هو يتكلم عنها لا يا رجل تبت هذر ليه ما تكلمش كله؟ هاي حاجة تخص الاهلي ممكن نفس اللعبة هي قدامنا يعني نفس اللعبة نفس الهدف ده هدف الزمالك الاول في الديها 6 و 60 من بداية اللعبة من كرة ستة برضو تحركت يلا يا شباب احنا عايزينها تتشاير في كل يمكن يمكن توصل للكابتن عصام ويشوفها ما ان انا هو الكابتن عصام الحقيقة يعني ما بيعملش في كل مكان قاعد يقول لك اصله اسلام اصله اسلام يا كابتن عصام اسلام مين انت كل ما تيجي تتكلم عن اسلام مين اسلام انا يعني انا مزيح بقادي دور يا فندم اول ما حدك تبقى كويس ان شاء الله في شغلك حتلاقيني بقولك ان انت كويس ادي القصة كلها لكن طول ما حاضرتك مش كويس عمري ما حقول ان انت كويس ده اخر حاجة بس ده ربنا يا استر بكرا بقى كمان ده الحكم عبدالعزيزي السيد ده صاحب الواقع الشهيرة بتاعت مباراة الزمالك وطنطا من خمس سنين ده الحكم ده كانت وقف شهرين عشان ما حسبش تلت ضربات جزاء لطنطا في ماتش الزمالك وطنطا في ماتش واحد فربنا يا استر بكرا يعني كريم هو طبعا التصريح اخده من كذا جزء اول حاجة واضح جدا من نبرة كاتنا صعبة فتاح وهو بيقول التصريح ان هو اخده بشكل شخصي تماما بالدرجة اللي خليته يهين زميل له اي ان كانت جنسيته اي ان كانت جنسية الراجل ده هو اهانه لين هو بيقول يعني ان انا مش هش يعني بفخر يعني انا اقل مني يعني اه وما ينفعش اشتغل معا بالتالي اداريا الكابتان صعبة فتاح بيؤكد اللي انا قلت قبل كذا هو كان حكم ممتاز حكم كان حكم ساحة ممتاز كانت صعبة فتاح على المستوى الاداري فاشل بدرجة عشم عشرة ليه ما ينفعش رجل اداري يقول التصريح ده ليه بقى فيه نسبة واحد في المية كلات برجة هيجي صح ما هو وبالك مش هكمل معنا؟ لا لا من جاي بقى الكابتان اسلام لا ما هو قال هما الان قلق اليه ابدا ان هو جاي استشاري والكابتان عشان حكم في مهمته وربما انا ما اعتقدش كابتان صعبة فتاح هيستقيل لو هو جاي بس نفترضي كلاتن برجة وحتى ايه يا كابتان اسلام لو كابتان صعبة اسلام استقال اي حد سمع التصريح ده هيبقى مؤمن تماما ان الكابتان عشان فتاح عن طريق اصدقاؤه حيضع العراقيل في طريق الراجل ده قبل ما تكمل أنا مبارح قبل ما يطلع بالتصريح بتاع إن الزمالك لون راكل الجزاء أنا قلت الكلام ده على الهوى هو أنا بشم على رادار إيه دي هو أنا مش ساحر على فكرة بمناسبة الكلام اللي أنت بتقوله أنت أري برضو المشهد من دلوقتي فأنا ما قردتش أنا ما عملتش حاجة أنا مش ساحر يعني وقعدت لا أنا قلت يا جماعة الكابتن عصام حيطلع يقول إن حيقول حاجة لي هارك للجزاء هيقول طلع العالب بعدية بنص ساعة كلامك 100% مصبوط فببساطة إلا هيحصل إن الكابتن صاحة فتاح بدون ما يشعر أبدأ ما في جوفي وأظهر ما في داخله تجاه الفترة الجاية مش بقولي الرجل الفكرة مش فكرة إسمك لاتنبر حتى لو إكس أو زد أو واي جه واضح جدا جدا إن هي عند الكابتن صاحة فتاح فيها لغ فيها واضح جدا فيها لغ فيها أسلوب سيء للإدارة أسلوب إن النجاح لن يأتي غير عن طريقه هو دلوقتي بيشتغل ويستجد حكام بيشتغل محلل حكام وبيشتغل وإعلامي تحكيمي بيعمل كل حاجة وفي نفس الوقت هو عايز كمان الناس تقبل منه كل شيء تقبل منه أراءه التحكيمية تقبل منه أراءه الإدارية في التحكيم يعني مع كامل احترام إذا كنت حكم جيد لكن ده لا يعني أن أنت تقدر تقود الحكام وبالتالي أنا أتمنى من المسؤولين في تحاد الكورة اللي أكدوا وجهة نظرنا هنا هو في قناة النادي الأهلي وإننا أكلمنا كثير جدا جدا على ضرورة والفيديو حتى أنا شايرته من نوفمبر 2021 حتى بس ما حاجة يطلع يقول إحنا أول لا الفيديو موجود على اليوتيوب بتاع قناة النادي الأهلي وموجود على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك بتاع قناة النادي الأهلي الفيديو بتاريخ أعتقد 16 نوفمبر 2021 قلنا يجب القرى المصرية لن تنصلح حالها في ما يخص الحكام إلا بتعيين خبير تحكيمي أجنبي ولا يعرف أحمر ولا بيض أو بقول للأحمر الأول كمان خلي بالك بالضبط وبالتالي المسؤول أنا بقول له المسؤول في اتحاد الكورة اللي اختار اسم تلاتنبرغ برافو عليك برافو عليك أنت شغال كويس ولا وما تسمعش المهاطرات وما توقفش عند الحاجات دي ولكن بكل أمانة تصريح الكابتن عسى عفتاح يعطي المؤشر أن في عراقيل هتتحط لإفساد وإفشال هذه الخطة من أجل إثبات حاجة واحدة إن الكابتن عسى عفتاح صحة بس بس مش حاجة تانية أي حاجة بانا قاسم أي حاجة تخبط في الحيطة مصلحة الكورة المصرية اخبط في الحيطة مصلحة الحكامل هم يتطوروا أدائي يعني خلال كلمة صراحة الكابتن أمير عمر في مباراة المأولين والإسماعيلي حصل مشاكل كتيرة جدا 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 بعد المباراة وحصل واضح جدا يعني ما يشبه يعني الاحتجاك للجسدي داخل أو بالقرب من غرف الملابس بسبب بعض الأخطاء فيه أخطاء بتحصل مش أنا مهوق بجت بمثل بعيد عن الأهل والزماد يعني كل الأندية واضح نهاية بتشتكي وبالتالي هنا الحكام زي اللعيبة كابتا سلام الحكام زي اللعيبة لو ما عندهمش حد بيطورهم مستوىهم هيقف نحن نمازلنا بنقول كابتن أمير عمر حكم كويس كابتن محمود ببنى حكم كويس عندهم حكم كويسين جدا بس هم ما حاجب يطورهم إذا كان معلش إذا كان فكر رئيس لجنة الحكام إذا كان فكر رئيس لجنة الحكام معروف لحضرتك معروف لأحمد معروف ليا فكر شوف تتابع تصريحات الكابتن عصام هتطلع تقول مليون في المية مليون في المية مبارح اي حد هيتطلع يقول إن الكابتن عصام مش إسلام يعني ده اللي هو الفنكوش ولا mater هيتطلع يقول مليون في المية إن الكابتن عصام عبد الفتاح هيتطلع يقول إن الزمالك لها وراكل الجزاء أو الفرقة اللي كابت لعب ضد الأهلي عشان بس ما حدش يجبه أهلي وزمالك الفرقة اللي كان بتلعى عبدالله لها راكل الجزاء مليون في المية هيطلع يقول كده ليه لغرض واحد فقط أنت بتقولها من الناحية التانية أن هناك عراقيل سيتم وضعها واضحة جدا لإفساد الفكرة لإفساد الفكرة نفسها بوجود حكم أجرامي مهما كان اسمه لو اسمه جو بايدل لو كلين الإيطالي لو ما أنا بقولك أنا جبتلك بقى يعني هيطلع عيبه برر لأي شيء وفي أي حاجة وفي الآخر هيطلع يعمل إيه وإذا كانت كابتن عصام دولة رئيس لجنة الحكام بيطلع يعمل كده تخيل بقى لو هو بره للتحكيم هيعمل إيه هيطلع بقى في كل البرامج وفي كل البداع ويطلع ويمسك ويمسك ما ينفعش الاتنين مع بعض المركب اللي هي رايزين بتغرأ يعني يا كابتن عصام يا كلاتنبرغ ما ينفع ده بتصريحاته دي أنا شخصيا عن تحافظ على كلاتنبرغ لأسباب عليه كلام كتير كلاتنبرغ عليه كلام كتير جدا 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 مش ده معناه أنه مش عايز أجنبي أنا عايز أجنبي بس مش عايز يعني ممكن وجهة نظر أنا هات أربع خمس أسماء كبيرة واختار منها التحكيم المصري يستحق ده ليه؟ لأن زي ما كريم قالي يا أحمد أمين عمر حكم كويس صح محمد البنة محمود البنة حكم كويس إبراهيم نور الدين حكم كويس كل الحكام دي حكام كويسين بس هم وصلوا لسقف مش هيقدر يعلي عن كده هو ده السقف اللي أنا هقدر أوصل له طول ما أنا محدش بيتكلم معي محدش بيعمل لي كل التفكير اللي بيكلمني هو تفكير محدود وخلاص وهو المسؤول كمان يعني محمود البنة ده أنا بعتبره أحسن حكم مصر الحقيقة ليه مروحش كاس عالم مش عارف هو المسؤول رئيس لجنة التحكيم هو المسؤول هو المفروض بيوديه يوديه الأول كاس أمم ويوديه مواتشات كبيرة هو المسؤول بيرشح ناس تانية بيبقى الموضوع دائق هو المسؤول عنه تلاقي كابتن عصب مش عايز حد يطلع في كاس الحالف أهو عشان أكيد يا كابت إسلام الحكام اللي بيتم اختيارهم للمونديالي برضه لا الحكام اللي بيتم اختيارهم للمونديالي أكيد بيتعمل لهم سيفي وبتعمل لهم مرأبة جديدة بيأخذ درجات من كذا حاكم بس بس كريم ثاني واحدا بس انت الاتحاد بتاعك بيزوء هو اللي بيحطها اه طبعا يعني مثلا البنة ده لو كانت كاس الأمم الأفريقية 2019 لو كان حاكم فيها كان زمانته بيحاكم كاس عالم ديالي مش مختلف معاك والله بيحق فيها سن التعيينات وسنة زقم الآخر مش مختلف معاك بس احنا أهم حاجة بيقول الهوقتي ان فعلا الحكام محتاجين حد يطورهم ويصحح لهم أخطاءهم بدل ما الكابتع صعب فتاح ما ضيع وقته فتصحيح أخطاء على تليفزيون اه روح صحح أخطاء الحكام في الغرف المغلقة واعلمهم عشان مرة الجاية نشوف احنا ببساط اعطاك لديل المسلم لما شوفنا بعض الأخطاء قلنا ما فيش مرشك يا جماعة الأخطاء بتحصل ياريب بعد كده ما تتكررش نغاية احنا كله أسبوع في خطر التحكيم هنكمل كلامنا ولكن بحنتكلم فنيا عن عندنا مباراة مهمة ومباراة صعبة أنا بشوفها مباراة صعبة ما عرفش رأي حضراتكم هنطلع فاصل وبعد الفاصل على الشاشة كريم وأحمد سابت هقولونا كيف يستطيع ناد الأهلي أن يفوز على غزل المحلة وهل هي بالفعل مباراة صعبة ولا لا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مرة أخرى كريم وسابت مع حضراتكم على الشاشة اشرحونا كيف يلعب فريق غزل المحلة في مباراة بكرة وهل هي بالفعل مباراة صعبة ولا لا طيب احنا جاب سام قسمنا الحالات اللي معنا النهاردة أنا حايا بتكلم على حالتين في مباراة الأهلي والزمالك وبعيدا تماما تماما عن تقييم الجازة الفني نافجة نظر شخصية الكابتن سام أمصان في تجربته الحالية لا يخضع للتقييم لأنه بصراحة هو بيسير الأعمال وفعلا رجل شجاع جدا جدا أنه يقبل المسئولية في التوقيت ده في توقيت صعب أنا لا عايز أتكلم عليه بعض القرارات الفردية للاعبي النادي الأهلي في بعض المواقف في المباراة واللي أنا بشوف أنه إحنا إلى حد ما هجوميا عندنا بعض الفردية بعيدا عن الجماعية المطوبة واللي اشتهر بيها النادي الأهلي في أفضل فتراته سواء مع مالجوزي أو سواء مع فيلل دي حالة من الشوت الأول كانت ضربة ركنية ووضح جدا أنها كانت عندنا تاكتك لما نقف هنا هون هنلاقي أن أفشة أول ملاعب نقف معلش أول ملاعب التمريرة لأحمد عبدالقادر كان واضحا في تاكتك أنه لازم أحمد عبدالقادر يدي الكرة مرة أخرى وبيشاور له ووضح جدا ما بيشاور له بيقول له إدي الكرة العالم معلول لأن التاكتك ويلعب الكرة العرضية لهذا كان من المهاجمين في النادر عبدالقادر ما عملش كده ويبص على الناحة التانية ولعب بص عادي جدا تماما لمحمد هاني اللي كان واقف في عمق الملعب وما لقاش قدامه غير إن هو يسدد التزديدة دي التزديدة فدتنا وراحت لأفشة اللي جاء لانفراط الكرة جاء الثانية لعبدالقادر هنا عبدالقادر كان عنده خيارين الخيار الأول إن هو السهل جدا جدا إن يلعب التمريرة مرة أخرى لعلي معلول عشان علي معلول يلعب الكرة عرضية على الأرض لأي حد يخش يجب يجب أو نسبة إحراز الهدف من الطريقة دي أعلى بكتير من القرار التاني اللي عبدالقادر خد وهو إن هو يعمل مروهة ويشوت ويستخدم الحل الفردي وبالزبط هو ده اللي حصل وعشان كده شفنا الاعتراض من علي معلول للمرة التانية ده لقطة ولعبة بتورينا قد إيه إن إحنا محتاجين نفكر في الحل الجماعي أكتر من الحل الفردي الحل التانية اللي معايا في الشوت التاني بعد ما كانت السامي أمصان أبس من لعبها بس هقول حاجة كانت السامي أمصان في نهاية الشوت أول كان عندي لأزمة في مركز الجناح الأيمن وإن بيرسي تاو بعد مرور خمس دقايق قرر من نفسه إنه يفضل يلعب داخل الملعب وفضلنا نلعب على الطرف الأيمن بمحمد هاني فقط صعب بيطير صعب ما بيطيرش بس الحتة دي كتفضي طول الملعب في الشوت التاني الكابتن سامي أمصان ننزل حسين الشحات وبدأنا نعمل للملعب جدت الفرصة دي لفجة تنزل لوحدة ويعني فرصة جدا 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 كتعمل منها هجبة حلو عمر السلية بيلعب تمريره ولا أروع لمجدي أفشة وهو واقف في مكان ممتاز جدا 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 وبيستغل فيه عدم رجوع زيزو على الجابهة كان متأخر جدا هنا ننستوب نشوف إن اللعبة تلات لعيبة من نادي الأهلي على مدافع واحد وهو عبدالله جمعة وكان ممكن يتعمل فيها تفريغ للمساحة على الجابهة اليوبنى سواء لحسين الشحات أو حتى تروح لحسين الشحات ومحمد هين يعمل فيخش لمنطق الجزاء نادي الزمالك بسهولة جدا لو قررنا نلعب جماعي ولكن للأسف برضو أفشة ما اخترش الاختيار ده ويختار الاختيار الآخر الفردي لعبتين دول دول الفردي في التلت الأمامي قدام أي منافس بقى له يعني بمبديه على اللعب الجماعي وده أسلوب أتمنى أن اللعبة نفسها تاخد قرار أن أنا هبدأ ألعب وأبص لازم تبقى عناية بصة على زمالي في الملعب لازم عناية بصة على الحل الجماعي قبل الحل الفردي الحل الفردي ألجأ له حلوحد أن فعلا ما عنديش غيره وبالتالي أعتقد لو إحنا قدرنا نحس النقطة دي دي نقطة من النقط إن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني الجديد يقدر يشتغل عليها لأن إحنا فعلا بقى لنا فترة فعلا ما عندناش تطوير لأداءنا الجماعي الهجوم غزل المحلة وتشكيل غزل المحلة غزل المحلة بيلعبوا بطريقة نستعرض تشكيل غزل المحلة مع بعض فضل أول حاجة لو نستعرض بس التشكيل في حراسة المار مع عمر شعبان هم بيلعبوا بيل 4-3-3 قدامنا التشكيل على الشاشة عمر شعبان لاتنين المساكين محمد فتح الله ومعازل حناوي الباكليفت مصطفى العش والباكرايت يحيى حامد لاتنين الارتكاز حميد ماو واشرف سيد وإبراهيم أكون بيغطي هو كمان بيبقى ارتكاز ثالث معه من ناحية اليمين واشرف سيد هو اللي بيروح ناحية الشمال وحميد ماو هو اللي بيبقى في العمر فبتبقى 4-3-3 التلاتة اللي قدام وليد مصطفى وده ناشئ الاهل المعار لغزل المحلة وهشام عادل الشهير ببلحة ناحية الشمال وعبد يحيا أخطر لعب في غزل المحلة المهاجم ورس الحربة ده بنسبة 99% ده هيبقى تشكيل غزل المحلة بكرة الـ 4-3-3 هو ده نفس تشكيلهم تعال نتفرج على الحالات ونخش نشوف الثلاثة الارتكاز بتوعهم مستعرض أول حالة هنلاقي ده شكل الثلاثة الارتكاز أوكي هي على الوراء 4-2-3-1 لكن في الحقيقة في الملعب حميد ماو هو اللي بيبقى مغطي العمر كوني هو اللي بيبقى نحية اليمين وأشرف سيد هو اللي بيبقى نحية الشمال نكمل نجيب الحال بعدها برضو هنلاقي نفس الشكل الثلاثة الارتكاز بتوع غزل المحلة حميد ماو وكوني وأشرف سيد تعالوا نتكلم بقى ونشوف أهم لعبة والتاكتك الهجومي والتنظيم الهجومي والخطير بكرة أهم حاجة تحركات عبد يحيا عبد يحيا هو الرأس حربة على الوراء ولكن هو دائم التحرك نحية الطرف الأيمن في المساحات اللي بتبقى مثلا خلف الزهير الأيصر عند النادي الأهلي دائما بيبقى نحية اليمين يرجع الصورة اللي قبلها كده هتلاقي هو رأس حربة ولكن هو بص هو متحرك فينا عشان يفضل مساحة في العمق المين اللي دايما بيبقى قطع للعمق هشام عادل اللي هو رقم سبعة بلحة اللي هو نحية عبد يحيا بيبقى نحية اليمين وهشام عادل هو اللي بيبقى جوه قطع في العمق الصورة اللي بعدها نفس الشكل عبد يحيا دايما بيتحرك إذن لازم نخلي بالنا إنه هو دايما بيسقط لتحت عشان يفضل مساحات في ظهر المدافعين اللي هو مثلا نفترض ياسر إبراهيم أو رامي ربيع أو بدري بنون أي حد في ظهرهم هو بيسحب المدافعين مع نفس الشكل برضو بيتحرك دايما نحية اليمين عشان يعمل العرضيات وهنا فيه انتشار وكسافة عددية جوه كله بقى المساحة بيستغل المساحة اللي فضاها عبد يحيا مهاجم غزل المحلة هنا برضو التنظيم الهجومي بتاعهم والشكل رقم تماني اللي هو أشرف سيد اللي معاك كورة بيلعبها المين ليه لعيب الأهل المعار اللي هو وليد مصطفى العيب كويس جدا اللي هو المعار من نادي الأهل للنادي المحلة واحد من المعارين الممتازين هنا بيحصل سويتشات وتبادل أدوار ما بينهم برضو بتتبازأ أو بتتمرن في العمق ليه عبد يحيا اللي هو مهاجم غزل المحلة في العمق إذن لازم نخلي بالنا من تحركات عبد يحيا بقى مهم جدا جدا لأنه مهاجم قوي لو برضو معنا أرقامه لو نستعرض أرقامه في الدوري هنلاقي أنه أهم لعب السنة دي في غزل المحلة هو محمد فتح الله كاماتشو المساك دول الاتنين الأعلى تقييم في غزل المحلة قدامنا الأرقام على الشاشة هم سجل خمس أهداف هداف الفرقة منهم أربعة بالقدم اليومنا واحد بالرأس الأكثر أسست مساهم في هدفين صانع تسعتاشر فرصة عامل 223 تمريرها صحيحة ليه 13 محاولة صح ومروغاته النكحة 13 دليل برضو أنه كورته حلوة على الأرض ومهاجم كويس مميز على الأرض تعالى نتكلم بقى على برضو دي كورة كانت ميتة اللي هي يعني اللعبة ميتة خالص مع أمبي قدر أنه يحييها وكمل الصور قدر أنه يضغط عليهم ويحصل على ركل الجزاء من اللعبة ميتة خالص دليل على قوة برضو قوةه البدنية والسرعات اللي بيمتلكها مهاجم مميز بصراحة يعتبر عبد يحيي وهشام عادل أهم اتنين على المستوى الهجومي ومعهم وليد مصطفى ناشي الأهلي المعار الأهلي بكرة عنده مشكلة الأهلي بصراحة في الفترة الأخيرة مشكلته بدنية أنا شايف أن الأهلي مشكلته بدنية أكتر من فنية بدنية إزاي أن أنت مسماني في الفترة الأخيرة مدرب الأحمال قلة التدريب الحاجات دي كلها قدت إلى أننا شايفين أنا شايف أن نادي الأهلي كان يقدر يكسب الزمالك فنيا كنا نقدر نخلص الشرط الأول ولكن واضح أن في مشكلة بدنية فأنت إزاي تقدر كابتن سامي ومصان هنا إزاي يقدر يتعامل خاصة أن أنا هلعب كل 3 يام ماتش لازم يحسن روتيشن لازم ألعب ودعم ببعض الشباب أحمد نبيل كوكا لازم يكون لي دور مهم جدا بكرة لازم أحمد نبيل كوكا وعمر السلية لازم أحمد نبيل كوكا خاصة أن أنا حتى لما حمدي فتحي خرج إزاي مالك قدر أنه يجيب جنين كان لازم تواجد أحمد نبيل كوكا في الحتة دي لو استعرضنا تشكيل النادي الأهلي بكرة اللي هو قد يكون متوقع آه تشكيل الأفضل يعني من وجهة نظري أن نبدأ بكرة عادي بطريقتنا أنت بقين عليك نسيت يا أحمد والله أنت بقين عليك نسيت المتوقع التشكيل متوقع من وجهة نظر أحمد سابت آه يعني متوقع يعني مش من وجهة نظر الفرقة أو يعني كابتن سامي لا من وجهة نظر أحمد سابت أنا أعتقد أن كابتن سامي سيعمل روتيشا لكن من وجهة نظري التشكيل الأفضل نجيب بس البيرو هنلاقي أن الأربعة اللي وراء من وجهة نظر محمد الشناوي نديله الثقة فبرضو محتاج أن هو يستعيد إن شاء الله مستوى في الفترة الجاية محمد الشناوي يعتبر حارس مصر الأول الاتنين المساكين طبعا بعد غياب أيمن أشرف وعدم تواجد محمد عبد المنعم أعتقد أن ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ياسر إبراهيم ورامي ربيعة اثنين مساكين أو حتى هاتل تشكيل اللي معنا صورة يعني فكسل الباكرايت أعتقد أن كريم فؤاد محتاج يأخذ فرصة في الفترة الجاية كريم فؤاد لعيب روتيشن كذلك برضو الباكليفت محمد أشرف غياب علي معلول أنا شايف أن تواجد واحد زي محمد أشرف في كناشئ مهم مش تقليل من محمود وحيد ولكن احنا محتاجين كل اللعيبة في الفترة دي لازم اللعيبة في الفترة دي أدي قدامنا التشكيل اللي أنا بشوفه من قد يكون الأفضل من وجهة نظري الاربعة اتنين تلاتة واحد محمد أشرف نحية الشمال وقدام كريم فؤاد محمد أشرف ليه مش محمود وحيد أنت عندك برضو معلول هيغيب عشر تيام فأنت محتاج ودخل بعد ثلاث تيام مطش بيرامد فأنت لازم تبقى عندك أكسب لعيب زي ده عندك أحمد نبيل كوكا لارتجاز واحد من المكاسب في المباراة الأخيرة قبل مباراة الزمالك وبيعملك مدور مهم جدا في عملية تحضير الهجمة عمر السلية ودور الخبرة بقى بكرة لازم والتمريرات الطولية بتاعه والتكملة ده مهم جدا لازم كذلك وليد سليمان أنا شايف أن أفشة في الفترة الأخيرة نوعا ما ببطأ الرتم شوية من وجهة نظري فعشان كده أنا شايف أن وليد سليمان تواجده مهم وليد سليمان فترة وأفشة فترة أنا محتاج كل اللعيبة في الفترة دي ولازم اللعيبة تعتبر المباراة دي كؤوس المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين احنا خسرنا الدورة السنة اللي فاتت بسبب المباراة دي لازم المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين نكمل بقية التشكيلة نحية اليمين طاهر محمد طاهر لعيب سريع وقوي بدنيا يقدر يديك في الحتة دي صلاح محصن لما نزل مباراة الزمالك في الشرط التاني قدر أن هو يسجل أعتقد بسبب غياب حسين الشحاة وإحمد عبدالقادر فأعتقد أن طاهر وصلاح محصن تواجدهم مهم قدام رأس حربة محمد شريف التشكيل بس آخر نقطة أتكلم فيها أن أنا عامل روتيشن بس لازم روتيشن برضو أنت محافظ على بعض اللعيبة الأساسية يعني أنا الشناوي أساسي فرصة يعني عملت خليط ما بين الاتنين عشان برضو تحافظ على قوام الفرقة وتقدر أن أنت تحصل على الثلاث نوع كريم ما زلت يا كابتا سلام أنا أمؤمن على المستوى الشخصي من الفترة الحالية من الموسم وحتى من فترة قبل كده شوية كنت محتاجة أن نحن نثبت على ثلاثة أربعة ثلاثة لأنها بتدي أريحية للاثنين فول باكس أن هما يقدروا تيروا زي ما هما عايزين وما يتلعبش في ظهرهم زي ما شفنا مثلا فريرة الشوت التاني لعب بشكل أركز على المساحات خلف محمد هيني وخلف علي معلول وقدر يعتمد على القرارات العرضية والاختراكات وشفنا فرق الصرعات قدر بيها نادي الزمالك يجيب هدفين في خضم أقل من ربع ساعة فبالتالي واضحا أنها صغرة عندنا وفي فرق كتيرة لعب تورا وبالتالي أنا بجيب الهيستري بتاعنا في الموسم ده بل أن أفضل فترة لنا في الموسم هي البداية لما كنا بنلعب ثلاثة أربعة ثلاثة البعض بيقولي طبعا يا كريم خلي بالله في بعض لأحيان عدم وجود حمد فتحي والسولية والأليو ديانج مع بعض بيخلي مدير الفني يبقى خايف أنه هو يلعب بيها لأنه هو بيحتاج حمد فتحي هو التالت نهاردة نهاردة كريم سعيد بكرة محمد الشنياول خلاف نوحارس مرمى ثلاثة في الخلف ربيعة بنون وياسر على الجابهة اليومنا باتفق جدا جدا مع ثابت أنه ندي كريم فؤاد فرصة ومساح أنه يبدأ خصونا في المواطشلات التي اعتمادنا عليه فيها فعلا كان ممتاز جدا جدا على الشمال محمود وحيد في نص ملعه باتفق مع ثابت في الاعتماد على السلية وكوكا لأن كوكا بيرعب دور ستة بشكل كويس وفي السلاسي الأمامي بيرسي تاو على يمين ومحمد شريف مهاجم صريح وأفشة على الجبهة اليسرى ويقدر طبعا في الطريقة دي براحة بيرسي تاو وراحة أفشة أنه هما يضموا جوه ليه؟ ببساطة أنه يبكرين فؤاد ومحمود وحيد على طول طيرين وكمان في نفس وقت مش خايفين من ظهرهم لأن ربيعة وياسر هيبقوا مؤمنين الأطراق ده في وجه نظر الشخصية تلاتة أربعة تلاتة هي الطريقة الوحيد لنا عشان نقدر ما نكررش نفس الأخطاء اللي عملناها في التلت الأخير من الدوري السنة اللي فاتت وبالتالي ضاع اللقب السنة ده تشكيل دكتور أحمد سابد ده تشكيل دكتور كريم سعيد وغدا هنشوف تشكيل لكابتن سامي أمصان حيبقى عامل زي زي مع حضراتكم عارفين المباراة بكرة إن شاء الله على الهواء مباشرة قبل المباراة بساعتين يعني بيكون مع حضراتكم للستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي مع النجم الكبير الكابتن أيمن شوقي والمحللين الكبار اللي موجودين معاه دايما في قناة النادي الأهلي أشكركم شكرا جزيلا يا دكتور أحمد أشكرك الكريم على وجودك معنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة إن شاء الله ربنا يكرمنا بالثلاثة نقاط وبعد كده بقى نبقى نتكلم بقى لكل حدث حديث بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله أشوف حضراتكم على خير